بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم يونس المالك مدير عام إدارة المعرفة ترحب بكم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومركز التدريب في سادس دوء محاضرة تعريفية إن شاء الله من سلسلة محاضرات شهر رمضان المحاضرة اليوم سوف تكون إن شاء الله عن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية عيزو 45001 سيقدم المحاضرة معنا إن شاء الله سيكون اللواء مهندس أحمد بسيوني محمد اللواء أحمد شغل نائب منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رئيس تحرير مجلة المواصفات والجودة رئيس جهاز مراقبة وضمان الجودة لقوات المسلحة مستشار وزارة الدفاع لضمان الجودة رئيس الأمانة الفنية للمجلس القومي لضمان جودة الصناعة ممثل مصر في لجنة خبراء الجودة العربية بالمنظمة العربية للتعدين والصناعة عضو مجلس إدارة مجلس الاعتماد الوطني الآي جاك محاضر معتمد غير متفرغ لدى العديد من الهيئات والأكاديميات الحكومية والخاصة داخل وخارج مصر أيضاً أبو هيتم يعمل لدى سبق أن عمل لدى مركز التدريب أحد الخبراء المتميزين محكم حقائف تدريبية المايكروفون معك يتفضل أبو هيتم بالتوفيق إن شاء الله شكراً أخي العزيز أبو منصور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد أننا أكون مع حضراتكم في هذه الأمسية اللي إن شاء الله هنتكلم فيها عن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية المثامة باللغة الإنجليزية Occupational Safety and Health Management System تبقى لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية الأيزو 45001 اللي هي صدرت في سبتمبر عام 2018 و18 لما نبدأ المواصفة بتاعتنا نلاقي أنا دايماً بحب في المحاضرات بتاعتي إن إحنا نوحد المفاهيم تجاه الكلمات المحورية الموجودة في هذا الكورس فإحنا عندنا في عنوان الكورس في عندي أربع كلمات محورية الكلمة الأولى كلمة Occupational Safety السلامة المهنية والكلمة الثانية Occupational Health الصحة المهنية والكلمة الثالثة هي كلمة Management والكلمة الرابعة المحورية هي كلمة النظام أو System فمهم جداً إن إحنا علشان ننطلق الانطلاقة صحيحة ونفهم المعنى الحقيقي لكل حاجة من هذه الكلمات المحورية إن إحنا نفهم المفهوم والمعنى التطبيقي الحقيقي لكل كلمة من هذه الكلمات فهنبدأ الأول نتعرف على كلمة السلامة المهنية السلامة المهنية إحنا دلوقتي بنتكلم على السلامة المهنية معنى كلمة Safety حينما تذكر كلمة Safety لابد إننا ييجي في عقلي خمس مترادفات خمس مترادفات الكلمة الأولى هي Hazards كلمة Hazards المخاطر والكلمة الثانية هي كلمة Risks المخاطرات والكلمة الثالثة هي Exhibits الحوادث هل السلامة من المخاطر ولا السلامة من المخاطرات ولا السلامة من الحوادث ولا في كلمة مهمة عندنا اسمها Neer Mrs. أو الحوادث الوشيكة ولا من لقدر الله لما تحصل الحاجات دي يحصل Consequences أو عواقب هل السلامة من واحدة فيهم ولا منهم كلهم ولا السلامة منهم كلهم بالتأكيد بالتأكيد السلامة لازم تكون منهم كلهم من الهازردس من المخاطر ومن الرسكس المخاطرات ومن الأكسلس الحوادث ومن النير ميسز الحوادث الوشيكة وكمان من الconsequences اللي مترتبة إذا حصل الحدثة أو الحدثة الوشيكة يعني بنتكلم على إن السيفتي لازم أبقى فاهم فهم عميق عشان أقدر أطبق في مجالات العمل بتاعتنا هذه الكلمات ومعناها الحقيقي فلما نجي نتكلم الأول عايزين نفهم إيه الفرق ما بين الهازرد والريسك الهازرد والريسك الهازرد اللي هو بمعنى الخطر والريسك بمعنى المخاطرة يا طرق إيه الفرق ما بينهو علشان نفهم الفرق اللي ما بين الهازرد والريسك لازم نعرف إن الخطر أو الهازرد هو شيء كامل في تكوين المادة الكيموية أو المادة اللي أنا بستغل بيها أو في النشاط اللي أنا بقوم بيه ربنا خلقوا كده شيء خطر كون إن أنا أتعامل مع مادة زي حمد الكابريتيك المركز السلفوريك أسد أو النتريك أسد هذه المادة بطبيعتها ربنا خلقها كده ده مادة أكلة حارقة كاوية سامة مصرطمة ربنا خلقها كده لما يجمع زرتين إيدروجين مع أربعة كابريت مع واحدة أكسوجين تتجمع التركيبة اللي تحمل كل صفات الخطورة شيء كامل في طبيعة المادة لو أنا بشتغل على إسكافول على سآلة على ارتفاع 30 متر هذا العمل عمل خطير عمل يحمل في طياته احتمالية السقوط من ارتفاعات عالية وما يصحب ذلك من لقدر الله تكسر العظام وتهشم العظام وما قد تصل إلى العجز أو فقد الأعضاء أو لقدر الله الوفاة هذا عمل خطر كذا هازر ديوس وورد إن أنا أشتغل على سآلة على ارتفاع 30 أو 40 متر إن أنا أشتغل في كابلات كهربية تحمل مئة الألاف من الفلطار هذا أيضا عمل خطير فبالتالي كلمة الهازر هذا شيء كامل في طبيعة المادة اللي أنا بتعامل معها أو النشاط اللي أنا بأقوم بتأديته يأما تكون مادة خطرة هازارديوز ماتيريال يأما تكون هازارديوز وورك عمل خطر كلاهما في طبيعته يحمل الخطورة لكن لو أنا بتعامل مع حمض الكابلتيك المركز ده طبقا لي تعليمات السلامة اللي بتنص إزاي أتعامل مع هذه المادة الخطيرة احتفظت بيها في عبوتها السليمة وهندلتها بالطريقة السليمة وارتديت مهام الوقاية الشخصية اللي تحميني من مخاطر هذه المادة الخطيرة فهنا تصبح هذه المادة الخطيرة مش هنقول إنها أمينة إنما هنقول مأمونة مادة مأمونة يبقى إذن المخاطرة هي إننا أتعامل مع المادة الخطيرة أو مع العمل الخطير بإهمال أو بما لا تنص عليه أو أخالف ما تنص عليه مواصفات السلامة للتعامل مع هذه المادة أو مع هذا العمل الخطير إذا بشتغل في الاسكافولدين أو في السآل على الاتفاعة 30 متر لابد وانا بشتغل على هذا الارتفاع إننا أتبع تعليمات السلامة أو مواصفات السلامة التي تنص على كيفية العمل بأمان على هذه الاتفاعة الخطيرة أو لو أنا بشتغل في التوصيلات الكهربية ذات الغلط العالي أو ذات الطيار العالي فلابد إننا أيضا أتسلح بتعليمات ومواصفات الأمان والعدل اللي أنا بستخدمها تكون مطابقة لمواصفات الأمان حتى أقلل من مخاطر هذا العمل الخطير أو مخاطر المادة الكيميائية الخطيرة اللي أنا بتعامل معها إذن أنا في عندي بتكلم على السيفتي ففهمنا دلوقتي إيه الفرق ما بين كلمة هازر وما بين كلمة ريسك بين هازر وريسك الهازر شيء كامل في طبيعة المادة اللي أنا بشتغل بيها أو في طبيعة النشاط اللي أنا بأقوم بتنفيذه في العمل بتاعي أما الريسك فهو المخاطرة بمعنى الإهمال بمعنى إننا لا أتبع تعليمات ومواصفات العمل الآمن في التعامل مع هذه المادة أو مع هذا النشاط الخطير أما إذا اجتمع الخطئ الهازر مع الريسك اجتمع الخطر مع المخاطرة فبالتأكيد هيحصل عندي حاجة من اثنين يا هيحصل عندي أكسبن حدثة يا هيحصل عندي مير ميس ومعنى الحدثة إنها الدرر اللي هينتج عنه إصابات قد تتراوح هذه الإصابات من فقد الحياة أو فقد أعضاء أو عجز كلي أو وزئي أو إصابات جسيمة أو علاج طويل أو إلى علاج بسيط يبقى الأكسلنس في عرف نظم السلامة وسطها المهنية هي بتتكلم على الأضرار التي تنتج عن وقوع حادث عن اجتماع الهازر مع الريسك والتي ينجم عنها زي ما قلنا أضرار للعاملين اللي بيمرسوا هذا النوع من العمل وقد يحدث ما يسميه بالنير ميس يبقى في عندي أكسلنس وعندي نير ميس النير ميس هو الحدثة الوشيطة وهي معناها إننا هيقع الحادث لكن لن ينتج عنه إصابات نسميها بقى أضر ولاطف ربنا سبحانه وتعالى أضر ولاطف يعني بمعنى على سبيل المثال لو أنا بشتغل في مادة حمد الكابريتيك المركز ولم أتبع هذه مادة خطرة زي ما قلنا ولم أتبع تعليمات السلامة وانسكى بحمد الكابريتيك المركز لقدر الله لو ويع على إيدي أو جي على بشريتي أو جي في عناية فهذه حدثة هينتج عنها إصابة للعامل أو الغنصر البشري لكن ممكن الحمد الكابريتيك ده ينسكب على التست بنش وما يجيش عليه الأولانية دي اللي نتج عنها أضرار بنسميها أكسلن حادثة والتانية دي بنسميها نير ميس أو حادثة وشيطة وفي عرف نظم السلامة لابد أن اللي تنين سواء كانت الأكسلنس أو النير ميس إن احنا نقوم بتسجنهم ونتعامل معهم على إنهم بالفعل حوادث أو منهما مخالفات لنظام إدارة السلامة والسطح المعنية يبقى احنا عرفنا دلوقتي الفرق ما بين الهازر والريسك والأكسلنس والنير ميس طبعاً لو حصلت الحدثة أو الحدثة الوشيطة هيبقى فيه ليها كونسيكوانس أو عواقب هيبقى ليها عواقب هذه العواقب تتراوح ما بين زي ما قلنا لقدر الله فقد الحياة أو فقد الأعلى أو العجز الكلي أو العجز الجزئي أو علاجات طويلة أو عمليات جراحية أو حتى علاج بسيط وإسحافات أولية هذه الوشيطة بتترجم إلى غياب عن مكان العمل نتيجة لهذه الحدثة اللي حصلت يبقى هنا البعد الأولاني بتاع المواصفة بتاعتنا بيتكلم إزاي نتعامل مع التأثيرات السلبية التي تؤثر على السلامة المعنية والتي تحدث في لحظات الحدثة تحصل في لحظة الحدثة تحصل في لحظة الحدثة تحصل فين؟ في لحظة أو في لحظات الحالية أو ممكن تقوم في ثانية الانبعاث مادة كيميائية سامة أو خانقة أو ما شبه ذلك ممكن يحصل في ثانية في لحظات فالموضوع السلامة المهنية بيتكلم إزاي هنتعامل مع الحوادث التي تنتج في لحظات وطبعا كلنا يعني معظم الناس اللي بتشتغل في الصناعة أو في أي مجال حتى في الشوارع ممكن لقدر الله تلاقي في ثانية كده نتيجة لأن أحد السائقين على أحد الطرق لم يراعي المتطلبات القيادة الأمنة يتسبب في عشرات من الحوادث في ثانية واحدة فإذا كلمة الاكيباشنال سيفتي معناها إن إحنا بنتكلم هاو توميتيجات إزاي نخفف من الآثار التي قد تؤدي إلى أضرار تموس سلامة البشر وتحدث في ثانية وتحدث في ثانية أو في لحظات أما البعد الثاني بتاع المواصفة بتاعتنا بيتكلم على الاكيباشنال هيلف يعني بيتكلم على الصحة المهنية وهي بتتعلق بالموضوعات أو بمعالجة التأثيرات السلبية التي تحدث على المدى الطويل أنا راجل بشتغل في مجال مثلا لحمات المعادن أو بشتغل في مجال اجدهنات أو في مشابه ذلك يوميا نتيجة لممرستي هذا النوع من المهنة يحصل لي ادمحلال في القوى السمعية أو القوى البصرية أو يحصل لي عدوى أو يحصل لي تركز في نسب المعادن السقيلة في الدم أو يحصل لي ضعف في البصر حتى الراجل اللي بيبقاعد قدام اللابتوب أو الكمبيوتر اللي بيشتغل data entry مثلا هذا الراجل هذا الموظف أو العامل قعدته دي لوحديها ممكن تؤدي إلى تآكل الفقرات والغضاريب بتاعته أو تؤدي إن فيه إشعاع طالع من الشاشة بتاعة الكمبيوتر أو اللابتوب تؤثر على صحته على امتداد الفترة الزمنية بتاعة العمل بتاعه عشرة عشرين تلاتين سنة لو راجل بيشتغل في منطقة نويزي في منطقة فيها ضوضاء عالية وده طبعا معظم الأماكن في المطارات الناس بتشغل في تحميل الطائرات الناس بتشغل في المصانع جنب الكمبريسورز وجنب المولدات القوى ممكن إن النتيجة لهذه الضوضاء بيحصل لهم ادمحلال في القوى السمعية بتاعتهم أو الناس بتشغل في اللحمات الدقيقة أو في الإلكترانيكس وبيحتاج إن هو يركز ببصره علشان بيلحم في مناطق بالمايكرو متر ممكن يحصل له ادمحلال في القوى البصرية فهنا البعد الثاني بتاع المواصفة بتاعتنا بتتكلم على التأثيرات السلبية التي تحدث للموظف أو العامل على مدى طويل من الزمن قد يكون هذا المدى عشر سنين عشرين سنة تلاتين سنة فهنا هذا هو الفارق ما بين السلامة المهنية بنتكلم إزاي نتعامل ونقلل من التأثير السلبي على صحة العاملين من الحوادث أو المهددات مهددات للسلامة المهنية والتي قد تحدث في لحظات أو في ثواني أما البعد الثاني بتاع المواصفة بتاعتنا بيتكلم إزاي نعالج التأثيرات السلبية التي تحدث للعامل على مدى طويل من ممارسة العامل فهنا طبعا الشريحة هنا بتوضح الكلام اللي احنا قلناه احنا بنقول الخطر هو صفة الخطورة المتأصلة للمادة أو النشاط التي يمكن أن تتسبب في ضرر جناء على مدى خواصة زي ما قلنا حمد الكابريكيك المركز مادة آكلة كاوية حارقة سامة مصرطنة تحمل في طياتها كل هذه المخاطر أما المخاطرة أو الرزق فهي تتمثل في الإهمال أو في عدم اتباع تعليمات السلامة والتي قد تؤدي لاحتمال وقوع الضرر نتيجة لعدم التعامل الآمن مع المادة أو مع المشاط إننا نشتغل على سآلة 30 نفع 30 أو 40 ولازم يبقى فيه عندي مخدات أو مصات لأصدمات أو عندي يبقى فيه شبكة نت مرتفع عن الأرض 3-4 مت عشان تمنع استضام جسمي من الأرض يبقى إذن أنا لابد أن أنا وأنا بشتغل مع مادة خطر أو مع نشاط خطير إننا أتبع تعليمات السلامة اللي هتقلل جدا من احتمال حدوث الخطر ياريت يكون المفهوم ده واضح وعلشان يعني أن نتأكد من أن هذا المفهوم واضح بالنسبة لنا أنا عايز تشاركوني كده بالرأي في عندنا السؤال نقول أنا عايز أعرف هو إحنا نقدر نتحكم أكتر في الهازرد ولا في الريسك ولا في الاتنين مع بعض عايزين ناخد بوتينج كده هل نقدر نتحكم في الهازرد أكتر ولا في الريسك ولا في الاتنين مع بعض ناخد دقيقة كده واخد الفيدباك اشتركوا في الوكس ممكن ناخد فيدباك ناخد النتيجة عندنا النتيجة في 39% قالوا احنا نقدر نتحكم في الريسك وفي 18% قالوا نقدر نتحكم في الهزر وفي 43% قالوا نقدر نتحكم في الهزر او والريسك كمان الهزر طبعا انا بشكر كل الحضرين اللي صوتوا واتهدوا وكل قراءهم مزبوطة لكن من واقع الشرح اللي احنا قلناه احنا نقدر نتحكم اللي في ايدينا ان احنا نتحكم فيه هو الريسك اللي في ايدينا ان احنا نتحكم فيه هو الريسك ان احنا ما ناخدش المخاطرة لازم لما نيجي نشتغل في عمل خطير او مع مادة خطيرة اللي في ايدينا ومية في المية ان احنا نضمنه ان احنا نتحكم فيه الريسك في المخاطرة بمعنى ان احنا قبل ما نشتغل في هذا العمل الخطر او مع هذه المادة الخطيرة لابد ان احنا نعرف ونتدرب كويس اوي على على الطريقة الامثل الامنة للتعامل مع هذه المادة القطيرة او مع هذا النشاط الخطر يعني في الاوشا اللي هي منظمة السلامة والصحة الامريكية لا يسمح للعامل بانه هو يؤدي هذا العمل الا بعد ما ياخد كورس اسمه Right to Know RTK RTK Right to Know Right to Know يعني حق المعرفة لازم العامل قبل ما يشتغل ويمارس المهنة لازم يعرف المخاطر التي يتعرض لها أثناء العمل ويتدرب على the safest way to perform it طريقة المسلحة من ضمن قوانين الاوشا متشددة او في الحتة دي ان الموظف لابد الموظف الجديد اللي بعد ما يتعين لازم ياخد كل ست شهور دورة عن متطلبات الأداء الامن للوظيفة بتاعتها والموظفين الكدامى اللي خدوا الدورات دي قبل كده كل ثلاث سنين ياخد refreshment safety course لازم ياخد كل ثلاث سنين يحصلوا refreshment على متطلبات السلامة وده طبعا النتيجة لأن العالم اللي احنا بنعيش فيه ما هواش عالم جامد سابت لابالعكس ده كل لحظة وكل يوم فيه جديد وفيه ماكينات جديدة وفيه اكتشافات جديدة وفيه مواد كيميائية جديدة وفيه تكنولوجيات جديدة كل دي يصاحبها مخاطر لابد ان انا اعرفها لازم اكون على درجة عالية من العلم بيها لان للأسف اي غلطة في هذا الموضوع مش فقط ممكن انت تأذي نفسك بل قد تكون انت ذات نفسك كعامل مش عارف احتياطات الامان او كيفية التشغيل الامل دي الى انك ممكن تأذي كل العاملين اللي موجودين في الموقع حواليك زي ما دينا مثال لو احنا على الهايوي او على الطريق السريع فيه الاف من السيارات كلهم 99% منهم كويسين جدا ومهرين ومرتزمين بتعليمات القيادة الامنة لكن واحد بس على الطريق ما هواش ملتزم او ما هواش عارف ممكن يتسبب في حوادث لالاف من السيارات الموجودة وقد تؤدي الى كويس يبقى اذا هنا مهم جدا ان احنا نمرى النفسينا كويس ازاي الطريق المسلى لأداء كل نوع من الاعمال وإلا هنبقى فيه هاي رسك هنبقى فيه احتمالية مخاطرة كبيرة وزي ما قلنا اذا اجتمع الهازرد مع الرسك هيحصل معايا يا اما اكسلنت هينطب عنها اصابات يا اما نير ميسيز حوادث وشيكة لا ينتب عنها اصابات لكن لازم في عرف نظام السلامة والصحة المهنية ان احنا كلا النوعين سواء الاكسلس او النير ميسيز ان احنا نسجله ونعمله اناليسيز ونعمل روت قوز اناليسيز نشوف السبب الجزري اللي ادى لوقوع هذا النوع من الحوادث وازاي ان احنا نتخلص منه او لا نسمح بتكراره مرة اخرى عندنا واحنا بنتكلم على عملية ادارة المخاطر طبقا ليه المواصفة الشكل اللي قدامنا ده ده تقريبا الكور بتاع المواصفة بتاعتنا فيه عندنا زي ما قلنا ان احنا لازم يبقى فيه عندنا في الاول ننزل في كل عملية جوه المؤسسة عندي واشوف بعيني وتخيل بعقلي كل السيناريوهات التي ممكن ان تؤدي الى حدوث الرزق زي ما قلنا احنا عندنا فيه اعمال خطرة والاعمال الخطرة دي موجودة في كل حاجة حتى وحضرتها تطالع على السلم او نازم على السلم او بتعد الشارع او بترفع صندوق من على الارض كل خطوة تشغيلية فيها مخاطر ولو ما اتبعتش الطريقة السليمة لالتنفيذ بقى هنا فيه رزق ممكن يحصل عامل يعني لو عامل زي ما قلنا مكلف انه مجرد انه نشوي الصندوق من على الارض يحطه على الرف لو لم يتبع التعليمات السليمة لتحميل او لحمل الصندوق لابد انه هيحصل له للأسف مشاكل فيه العمود الفقري او مشاكل فيه المفاصل او الرقب او ما شبه هذلك وهي اكم من حوادث شفناها بتحصل في اماكن العمل فاحنا عندنا اربع خطوات رئيسية المواصفة مبنية عليها بنتكلم على الريسك ايدنتفيكيشن او ان شئنا الدقة بقى نقول الهازرد ايدنتفيكيشن تمام والريسك اناليسيز تحليل المخاطر يبقى في الاول التعرف على المخاطر ثم تحليل المخاطرة ثم تقدير المخاطرة الريسك ايدنتفيكيشن ثم الريسك تريتمينت او الريسك مانيشمنت يبقى وانا في المواصفة بالكامل كل البنود اللي فيها بتتكلم على ازاي هنعمل الريسك ايدنتفيكيشن او هذرد ايدنتفيكيشن ثم الريسك اناليسيز اللي هيشمل الريسك اناليسيز والريسك ايدنتفيكيشن وبعدين نعرف منهم الريسك تريتمينت او أو الإدارة كيفية التعامل مع هذه المخاطر والأوبشم المختلفة للتعامل مع هذه المخاطر فهنبدأ الأول في موضوع أو تمييز المخاطر العلماء بتوعي السيفتي ريحونا في الحتة دي ودرسونا وحددونا هم المخاطر وأنواعها فأسموا لي مخاطر العمل إلى خمس أنواع رئيسية من المخاطر المخاطر الهندسية المخاطر الفيزيائية المخاطر الكيميائية المخاطر البيولوجية ثم لو أي حاجة مش تحت الأربعة دول سمناها مخاطر أخرى أو مخاطر متنوعة يبقى في عندي خمس أنواع من المخاطر أول نوع من المخاطر المخاطر الهندسية اللي هي تشمل المخاطر الميكانيكية تعرض ليه الآلات الضوارة والآلات القاطعة أو الآلات لو بنتكلم على المؤسس الكهربي أو الشيور الكهربي أو الآلات الضوارة عموما ثم المخاطر الكهربية الإلكتريكال هازرز اللي يمكن تكون السعق الكهربي والشرز الكهربي والحرائق التي جاء عن الماس الكهربي ممكن يكون أختار هندسية متمثلة في المواقع العمل وفي الإنشاءات في أختار الإنشاءات في الـ confined spaces في الأماكن المغلاقة الأماكن المغلاقة زي الصوامع زي تنكاتل متعة محطات البنزين أو ما شابه ذلك أيضا في توزيع الآلات أو في أعمال البناء والاسكفولدن زي السلالم والسألات واللي دي تندرك تحت المخاطر الهندسية النوع الثاني من المخاطر هي المخاطر الفيزيائية وهي تشمل الوطأ الحرارية إن احنا نشتغل في درجات حرارة عالية أو نشتغل قدام أفران أو قدام أفران صهر في الحديد والصلب أو في أعمال الدهب أو في أعمال المعادل عموما هالعاملون هناك يتعرضون إلى درجات حرارة عالية جدا بنسميها وطأ حرارية ومنصنفها على أنها من المخاطر الفيزيائية وعكسها اللي هي الوطأ البرودة إن في بعض الصناعات أو بعض الأنشطة تتطلب إن احنا نعمل في درجات حرارة منخفضة جدا زي مثلا صناعات التبريد والتدميد والتعامل مع الثلج بصفة عامة أخذ بالكم مثلا صناعات زي اللحوم والأسماك والدواجن بعد ما بيعمل الصناع دي لابد أنه هو بيخش بيرتبها في طانل تبريد درجة الحرارة فيه تصل إلى ماينس 24 أو ما شبه ذلك أقل حدا مسموح بيها إن هي ماينس 20 فالعامل هنا متعرض ليه ممكن التجمد من ضمن برضو المخاطر الفيزيائية الإضاءة الإضاءة ممكن تكون من ضمن المخاطر الفيزيائية إنه يكون محتاج شدة إضاءة معينة وينص على الكلام ده في قانون العمل أو في تعليمات السلامة بتاعة قانون العمل إنه لازم يكون المكان ده بجهز بإضاءة لا تقل عن رقم مثلا خمسين كانت البرفير أو خمسين شمع على القدم المربع طبعا من ضمن برضو المخاطر الفيزيائية النايز النايز الضقيق طبعا برضو كل الكلام ده له ثريشولد ليه المنصوص عليه في قانون العمل إن المفروض إن العمل لا يتعرض إلى مستوى معين من الضقيق لا يزيد عن كذا ديسبل ديسبل دي هي وحدة قياس شدة الصوت أو شدة الضوضاء لأن الضوضاء قد تؤدي إلى التلوس السمعي وضعف والمحضار القوة السمعية وقد تصل لقدر الله إلى الصمم وأيضا لها تأثيرات على أعضاء معينة من الجسم ممكن تتصل إلى العقب إنها تسبب العقب لو الضغير يوصل لحد معين هنا الضغير برضو مهم أو الإهتزازات لو أنا بشتغل بهاند هيل تول اللي هو الهزاز الميكانيكي اللي بيهدموا به التربيه أو الصخور أو ما شابه ذلك هذه الاهتزازات ممكن تؤدي إلى مضار شديدة لجوينس بتاعت الدرعات أو الرجلين وممكن يبقى لها تأثير على صحة البنيئة ذلك أيضا الهزازات ده من ضمن المخاطر لو أنا بشتغل في تحت مستوى سطح البحر فبيبقى الضغط الجو هنا عالي جدا ممكن يسبب لي مضار على الأذن أو على بعض الجسم أيضا الرطوبة الرطوبة برضو من ضمن المخاطر الفيزيائية لأن خطوة لكم أن الرطوبة بتعمل حاجة غريبة جدا عندنا دائما درجة الحرارة في الشمس غير درجة الحرارة في الضل تلاقي فيه فرق ممكن يوصل مثلا لـ 20 إلى 30 درجة ما بين درجة حرارة المباشرة بالشمس إلى درجة الحرارة في الضل ده بفرض إن الجو مش رطل نسبة الرطوبة مش مرتفعة أما في البلدان اللي نسبة الرطوبة فيها مرتفعة ودي تقريبا كل البلدان المطلة على البحار أو المحطات زي في المملكة العربية السعودية كده دماغ تلاقي نسبة الحر عالي والرطوبة عالية الرطوبة بتعمل ايه بقى؟ بتاخد درجة الحرارة بتاعت الشمس وتنقلها في الظل كأنك وانت قاعد جو بيتك وانت في أجمل مكان كأنك قاعد بالضبط في الشمس الرطوبة بتعمل homogenous medium وسط متجانس بتاخد الحرارة من الشمس وتنقلها للظل كما بقولك بالضبط كأنك قاعد فين في تحت الشمس فهنا برضو الرطوبة من المخاطر الفيزيائية التهوية وكمان الإشعاعات من المخاطر الفيزيائية طبعا التعامل مع الأجسام المشعة أو مع الأشعة الناس العمال أو في المستشفيات اللي بياخدوا الأشعة للناس ده متعرض دائما لأنه بيعمل مثلا 100 أو 200 إشعة في اليوم جسمه يتشبع به هذه النوع من الإشعاعات والإكس ري بتخترق الأعظام طبعا المريض بيتعرض لإشعة واحدة لكن الراجل اللي بيقوم بهذا الموضوع بيتعرض لمية أو 200 جرعة في اليوم فبالتالي ممكن يحصل عليه تأثير سللي وعشان كده بنلاقي الراجل دايما اللي بياخد الأشعة يجيب المريض يحطه تحت الجهاز بتاع الأشعة ويخرج بعيد شوية وهو لابس مهمات وقاية ضد الإشعاعات وياخد الأشعة لأنه زي بنقول بيعمل العملية دي أو النفسي مئات المرات في اليوم النوع التالت من المخاطر هي المخاطر الكيميائية وطبعا أنا هأجلها شوية لأن المخاطر الكيميائية الوحديها دي يعني موال كبير قوي 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 النوع الرابع من المخاطر هي المخاطر البيولوجية واللي العالم كله دلوقتي عايش أحد هذه المخاطر وهي التعرض إلى الكائنات الحية الدقيقة زي الفيروسات وزي الجراثيم وزي المايكروبات وزي الفطريات اللي ممكن أخطر ما فيها أنها سريعة نقل العدوى من الفرد إلى الفرد أو من الإنسان للحيوان أو من الحيوان للإنسان من الطيور ويعمل شفنا يعني أشهر حاجة فيروس الكورونا اللي احنا فيه ده على فكرة الفيروس ما هو أول نوع ده الفيروس ده ظهر من ما يقرب من 20 سنة لكن ده فيرجن 2020 أو فيرجن 2019 عشان كده نسموه كوفيد 2019 لأنه مختلف عن الفيرجن اللي طلع فيه 2004 في الصين بره هذه بعض العاملين بيبقوا متعرضين لأنه يتعامل مع الفيروسات ومع الجراثيم ومع المايكروبات ومع الفطريات اللي ممكن تسبب نقل العدوى من المرضى أو من الطعام أو من المكان الملوس يعني الخطورة الشديدة في فيروس كورونا إن مجرد تلامس المريض بسطح معين بينقله هذا الفيروس بيفضل عايش على هذا السطح لمدة تختلف من الأصفح المعدنية إلى الأصفح البلاستيكية إلى الأقمشة إلى ما شبه ذلك يظل محتفظ بحيويته ونشاطه فترة من الزمن لو بيحصل تلامس مع هذا السطح عشان كده نلاقي إن مكينات الـ ATM اللي هي بتاعت سحب الفلوس من البنوك أو الأسانسيرات أو ما شبه ذلك هي من ضمن مسائل الشديدة اللي بتنقل العدوى بالفيروس كورونا وقال الله وإياكم شر ويا رب كده يرفع عن الأمة الإسلامية وعن البشرية كلها هذه الغمة ويمتعنا جميعا بالصحة والعافية النوع الخامس من المخاطر الكاتيجوري الخامس هو بيتكلم على أي حاجة بقى مش تحت الأربعة دول مش تحت الأربعة اللي احنا اتكلمنا عليهم دول فبنسميها أخرى ودي تشمل بقى الخبرة ولقلنا إن العامل اللي بيؤدي هذا النوع من النشاط ليس خبيرا ليس لديه الخبرة فهو مصدر من مصادر الخطر أو الإهمار أو الإيجينج لأنه التقاضم في العمر فأصبح التركيز عنده مش جيد الحالة الصحية أو النفسية التعب، السن، الحريق كل دي مخاطر بنسميها مخاطر أخرى قد ينجم عنها حواز بعد ما وضحنا الأنواع الخامسة من المصادر هنرجع نركز شوية في المخاطر الكيميائية لأن المخاطر الكيميائية يمكن تقريبا بتمثل ما يقب من 70% من المخاطر إجمالا، ليه بقى؟ أولا المخاطر الكيميائية لها عدة أبعاد المخاطر الكيميائية الوحدية لها عدة أبعاد أولا هي لها نوعين من المضار نوعين من المضار في عندي مخاطر كيميائية صحية وفي عندي مخاطر كيميائية فيزيائية يبقى عندي في المخاطر، مخاطر المواد الكيميائية في عندي بعدين من المخاطر البعد الأولاني المخاطر الكيميائية الصحية ممكن تكون المادة الكيميائية آكلة كاوية حارقة سامة متسرطنة مهيجة تسبب الحساسية مطفرة يعني تسبب تشوه في الأجنة وممكن تكون مهلوسة تسبب الهلوسة أو عدم التحكم في الأعصاب وطبعا في أبحاث كتير أو كلام كتير بيقال عن الكيمويات وزي ما بنقول أن هي دي المخاطر الكيميائية الصحية ممكن المادة الكيميائية تكون كاوية أكلة حارقة سامة مسرطنة خانقة مطفرة محسسة خانقة أو مهلوسة تمام؟ يعني ليها تمام؟ وممكن تكون مادة واحدة فيها كل هذه المخاطر مادة واحدة فيها كل هذه المخاطر وطبعا تختلف المخاطر في مواد شديدة السمومية مجرد أن أنت يعني حاجة جرعة ما فيش يعني زي السياندات والسيانورات ممكن في لحظة تنهي حياة فيل مش حياة إنسان بالذات لو في التركيزات العالية بتاعتها في مواد كيميائية زي ما قلنا حمد الكابريتيك أكلة حارقة سامة مسرطنة مهيجة تمام؟ فإذن أول نوع من المخاطر أو أول بعد من مبعاد المخاطر الكيميائية المخاطر الكيميائية الصحية في عنده بعد تاني ليه المخاطر المواد الكيميائية ولا هي إن هي المخاطر الكيميائية الفيزيائية ودي بتشمل حكتين أساسيتين أولا مواد كيميائية متفجرة اكسبلوسيفز زي النيترو جليسلين والنيترو سليلوز والدينامايت ها هذه مواد كيميائية مجرد حكة بسيطة أو ما شبه هذلك تفجر المكان اللي إحنا موجودين فيه كله النوع التاني من المخاطر الكيميائية الفيزيائية المواد الكيميائية الملتهبة الفلامبول اند كومباستفول كيميكالز هذه المواد الكيميائية قابلة وبشدة للإشتعال وبيعرف المادة الكيميائية بقابليتها للإشتعال بحاجة اسمها الفلاش بوينت الفلاش بوينت اللي هي النقطة الوامير اللي هي درجة الحرارة اللي تبدأ هذه المادة تنتج أبخرة قابلة للإشتعال إذا صدفت لها بل دي منسميها الفلاش بوينت أو درجة الوامير في عندنا بقى في الكيميائيات بعض المواد الكيميائية اللي ممكن درجة الوامير بتاعتها يعني نقول إيه 67 فيهرنهايت 67 فيهرنهايت 67 فيهرنهايت دي عارفين بنحول إزاي من فيهرنهايت لسنتجريد 67 فيهرنهايت عشان نحولها من فيهرنهايت لسنتجريد نطرح الأول 32 وبعدين نضربها في 5 على 9 فلو طرحنا كده 67 من 32 يطلع لي كام؟ 35 35 في 5 على 9 وال36 في 5 على 9 يعني 20 20 درجة مئوية في بعض المواد الكيميائية تبدأ تطلع أبخرة عند درجة 20 مئوية هذه الأبخرة لو صطفة لهب ممكن تحصل حريقة طبعاً 20 درجة مئوية دي حاجة لطيفة جداً يعني نحن عندنا في مصر وعندوكم في السعودية طبعاً ساعات في شهور الصف درجة الحرارة بتحصل لخمسين مشكلة أو ليه؟ يعني المادة الكيميائية دي لو لم تكن محتفظ بها في الطريقة المصلة ده ممكن تعمل لي مشاكل جامع فما بالقوا بقى لو اكتشفنا أن في بعض المواد الكيميائية درجة الفلاش بوينت بتاعتها منخافضة عن كده فهذه المواد الكيميائية في طريقة الهندل المتاعها في طريقة التخزين وفي طريقة التجزيع وفي طريقة النقل وفي طريقة التداول محتاج أقصى درجات من التعامل الآمن وإلا نجابه بحرائق يعني ما يعني ربنا يحفظنا منها فإذن أول بعد للمخاطر الكيميائية أن المواد الكيميائية ذات نفسيها عندها بعدين في المخاطر مخاطر كيميائية صحية أكلها كوية حارقة سامة مسرطنة مهيجة خانقة مهلوسة مطفرة وكمان عندي بعد تاني أن المواد الكيميائية دي ممكن تكون ملتهبة شديدة الاشتعال أو تكون مواد كيميائية متفجرة لو في معانا طبعا من الحاضرين سيدات بيوت الزيوت المعدنية دي في المطابخ دي ممكن تبقى كارسة تسبب حرائق شديدة وقان الله وإياكم هذه الحوالز طيب البعد التاني أو الكيميائيات وإحنا بنتكلم على المخاطر بتاعتها الكيميائيات ممكن الكيميائيات زي ما قلنا ممكن كل سنة أولا عدد الكيميائيات اللي موجودة في الطبيعة عدد يقدر بالمليارات عدد يقدر بالمليارات اللي احنا نعرفه منها عدة ملايين فقط علشان أدلل لكم على ضخامة عدد المواد الكيميائية الموجودة في الطبيعة أقول لكم اللغة العربية مثلا فيها 28 حرف نتيجة التفاع والما بين 28 حرف دول طلع لي القموس المحيط أو مختار القموس أو المصباح المنير اللي هو المعجن هشوفوا المعجن فيه تم كلمة في عدة ملايين من الكلمات فما بالكم بقى الطبيعة اللي فيها ما يقرب من 120 عنصر تخيلوا لما 120 عنصر دول يتفعلوا مع بعض يطلع قد إيه بقى يطلع مليارات من المركبات الكيميائية اللي احنا البشر يعرفوه من هذه المليارات هو بضعة ملايين فقط يمكن ما وصلوش لمليون مركب كيميائي من هذه الملايين اللي احنا نعرفها نحن على يقين أن هناك مواد كيميائية خطرة نتيجة للإزباتات المعملية والعلوم النظرية عرفنا أن هناك عدة آلاف من المركبات الكيميائية خطرة وحددناها القوشة كده عندها دليل للمواد الكيميائية الخطرة من صنافة هذه المواد الكيميائية الخطرة ده اللي احنا نعرفه ده اللي احنا نعرفه من المواد الكيميائية الخطرة لكن هناك الكثير جدا 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 اللي احنا ما نعرفوهش وهناك قعدة في القوشة في مواصفات القوشة بتقول no safe chemical اوعى تتعامل مع أي مادة كيميائية على أنها safe إلى أن يثبت العكس إلى أن يثبت العكس يبقى هنا بنقول القاعدة اوعى تتعامل مع أي مادة كيميائية على أنها مادة آمنة لغاية لما يتحقق ذلك إنما إذا ما أنتش عارف افترض أن فيها كل المخاطر البعد التالي حتى المواد الكيميائية اللي احنا كنا عارفين النهاردة إنها مواد كيميائية آمنة نكتشف غدا أنها ليست كذلك الدليل على كده كان في مادة شهيرة جدا اسمها الأسبستوس مادة اسمها الأسبستوس كنا في في العالم كله وفي بلدنا العربية لغاية وقت قريب وقت قريب يعني مثلا 20 سنة أو لحاجة بنصنع منها مواسير مياه الشرم ثم ثبت أن هذه المادة مصرطنة أو أن غبار هذه المادة مصرطنة تمام؟ ما كنا نظنه أمس آمنا نكتشف كل يوم أنه ليس كذلك التدخين التدخين كان في منتصف القرن الماضي علامة على الرفاهية والناس يعني لمستواها المعيشي عالي لكن منذ أكثر من خمسين سنة واكتشف أن التدخين سم قاتل وأكبرت كل شركات إنتاج السجائر على أنها تكتب على نص حجم العلبة كده التدخين قاتل أو التدخين خطر قاتل بفونت عالي وغير تمام؟ لأنه مع التقاء والاستقاب مع التبغ يتولد أربع تلاف مركب كيميائي خطير أبسطهم أول وثاني أكسيد الكربون اللي لوحدهم لهم مدار فضيعة يبقى إذا ما كنا نظنه اليوم آمنا نكتشف غدا أنه ليس كذلك يبقى أنا في عندي عدد كبير جدا من الكيمويات القليل منه اللي عرفه وعرف مضره والباقي فكره أنه هو آمن واجب بكرة أكتشف أنه لأنا كنت فكره آمن ده مع التقدم العلمي أنه ليس كذلك ليس آمنا فما بلأ بقى من اللي ما نعرفوش اللي ممكن نتعرف له وإحنا ما نعرفوش يبقى بالتالي المخاطر المواد الكيميائية كل سنة يدخل في سوق المواد الكيميائية ما يقرب من عشر تلاف مركب كيميائي جديد منها ما هو آمن أو منها ما نظلم أنه آمن وقد نكتشف غدا أنه ليس كذلك ومنها ما هو محدد خطورته وموصفة فيما يسمى الماتيريال سيفتي داتا شير أو بطاقة الأمان للمواد الكيميائية ثالثا المواد الكيميائية تدخل الجسم عن عدة طرق المواد الكيميائية تدخل إلى جسم الإنسان عن عدة طرق تدخل عن طريق التلامس عن طريق الجلد تدخل عن طريق الاستنشاق الشم ودي أوسع الطرق انتشاراً لأضرار المواد الكيميائية تدخل الجسم عن طريق البلع بطريق الخطأ تدخل الجسم عن طريق البنتريشن أو الاختراق ودي أخطر أنواع طرق دخول المواد الكيميائية إلى الجسم لأنها تدخل مباشرة في الجهاز الدوري مع الدم ومنها إلى القلب ومنه إلى باقي أعضاء الجسم يبقى إذن المواد الكيميائية مش بتدخل الجسم عن طريق واحد لا ده عندها أربع خمس طرق ممكن تدخل وتتصرب إلى داخل الجسم عن طريق كل هذه المسالب المختلفة اللي زي ما قلنا أختارها الاستنشاق والتلامس وزي ما احنا شوفنا المواد الكيميائية زي ما قلنا لها مخاطر صحية ومخاطر فيزيائية البعد الرابع في مخاطر المواد الكيميائية أن كل سبحان الله سبحان الخالق كل مادة كيميائية ضرة لها شفرة كده مع أحد أعضاء الجسم يعني في مواد كيميائية تؤثر مباشرة على القلب مواد كيميائية أخرى تسيطر وتتجه إلى الأعصاب مواد كيميائية تالتة تتجه إلى القلب إلى الكابت إلى ما شابه ذلك يبقى هنا سبحان الخالق في كل مادة كيميائية فيها شفرة كده رايحة على عضو أو أحد أعضاء الجسم علشان تتعامل معه وللأسف اللي هي تدمره تمام؟ يبقى المواد الكيميائية زي ما قلنا ليها عدة أبعاد وليها عدة مخاطر وزي ما قلنا ليها أكثر من طريق تدخل به الجسم عن طريق الجلد التلامس عن طريق السفينشاق عن طريق البلع عن الجهاز الهضمي أو عن طريق الهضم عن طريق الجهاز الدوري ودي بتبقى أسرع الطرق المواد الكيميائية للتأثير السلبي على الجسم يبقى إحنا هنا أول كلمة معشان نرجع تاني كتيرا إحنا قلنا أول حاجة عندنا بنعمل Risk Identification أو Hazard Identification بنميز المخاطر اللي مصاحبة للمواد وعرفنا عندنا أو للنشاط إن إحنا عندنا خمس أنواع من المخاطر مخاطر هندسية مخاطر فيزيائية مخاطر كيميائية مخاطر بيولوجية ثم لو لم تكن أي نوع من الأربعة دول فمنسميها المخاطر المتنوع بعد كده هنخش على المحور التاني اللي المواصفة بتركز عليه وهو Risk Assessment أو تقييم شدة المخاطر وتقييم شدة المخاطر بيكون عن طريق إن أنا بحس بحاجة اسمها Risk Factor أو معامل الخطوعة معامل الخطوعة وال Risk Factor بيتحدد بناء على رقمين بناء على رقمين الرقم الأولاني بنسميه Probability of Occurrence أو احتمالية حدوث الخطر ودي بنقسمها إلى مستويات بنقسمها إلى مستويات ممكن نقول عندي هحط أنا كمؤسسة أو كشركة احتمالات إن هذا الخطر يحدث ثلاث احتمالات ضعيف ومتوسط وعالي وأقول ضعيف ده معناه ممكن يحصل كل سنة متوسط يحصل كل ست شهور مثلا أو كل شهر عالي إن هو يحصل كل إسبوع أو كل يوم تمام؟ يبقى أول بعد بنقول إيه احتمالية الحدوث ودي بنسميه ممكن نخليهم خمس مستويات ممكن نخليهم عشر مستويات بس المهم أبقى عندي Clear Definition تعريف واضح يعني إيه ضعيف يعني إيه متوسط يعني إيه عالي يعني إيه مؤكد يعني إيه كل مستوى من المستويات الاحتمالية الحدوث تاني بعد وأنا بحس بالريسك فاكتور أو معامل الخطورة هو أو العواقب المترتبة أو شدة تأثير هذا الخطر إذا حصل طيب علشان نفكر كده مع بعضينا ناخد مثال يوضح لنا الكلام ده إحنا هنا للوقت وإحنا بنعمل شدة المخاطر أو بنعمل تقييم المخاطر بشوف البرباطيليتي أوف أوكيرنس والسيفيريتي أوف أوكيرنس تمام؟ احتمالية حدوث الخطر شكلها إيه؟ وشدة تأثير حدوث هذا الخطر شكله إيه؟ تمام؟ فعلشان نوضح ونقرب المثال للأزهد أقول لما إحنا مصنع بترو كيمويات مصنع بترو كيمويات ما هو احتمال حدوث الخطر في مصنع للبيترو كيمويات؟ هل هو بسيط ولا متوسط ولا عالي؟ بالتأكيد عالي مش كلا أو ليه؟ عالي جداً ليه؟ لأن أنا بتعامل مع مواد شديدة القابلية لليه؟ للإشتعال مش كلا أو ليه؟ صح؟ يبقى احتمال حدوث حريق في مصنع مواد بترولية أو بترو كيمويات أو غازات زي البوتاجاز أو ما شبه ذلك احتمال حدوث الحريق عندي احتمال عالي جداً مش كلا أو ليه؟ تمام؟ طيب العواقب المتركبة على حدوث هذا الخطر اللي هو الحريق هل هي بسيطة ولا متوسطة ولا عالية؟ وكلمة بسيطة يعني زي ما قلنا لو حصل حريقة هل هي في فاقبل الأعضاء؟ هل هيبقى فيه عجز كلي عجز جزئي إصابات شديدة؟ مش كلا أو ليه؟ هنا ده بنسميها مستويات العواقب أو مستويات الخطورة بالتأكيد طبعاً في مصنع زي مصنع المواد البترولية إذا حصلت الحريقة فالعواقب المترتبة على هذه الحريقة عواقب ضخمة جداً مش كلا أو ليه؟ يبقى إذن الاحتمال حدوث الحريقة أو احتمال حدوث الخطر عالي جداً وكمان العواقب المترتبة عليه عالية جداً يبقى هنا الرزق فاكتور الرقم ده هيطلع لي عالي هيطلع لي كبير مش كلا أو ليه؟ صح؟ طيب ننتقل إلى مصنع تاني وليكن مثلاً مصنع بتاع عيس كريم أو تل مصنع بتاع التلج أو عيس كريم أو ما شابه ذلك احتمال حدوث الحريق فيه شكله إيه؟ هل هو عالي ولا متوسط ولا منخفض؟ طبعاً بالتأكيد هو بقى منخفض لأنه قاصر فقط على حدوث شرز كهرابي أو ماس كهرابي مش كلا أو ليه؟ صح؟ فاحتمال حدوث الحريق فيه مصنع ليه العيس كريم هو احتمال قليل أو منخفض مش كده؟ طب شد التأثير وإيه بردو؟ ها؟ بالكتير هتبقى متوسطة في جو لا يسمح بانتشار الحريق ومن السهل التعامل مع هذا النوع من المخاطر يبقى هنا الحريق هو واحد بس في مصنع البتروكيمويات الرسك فاكتور عالي جداً إنما في مصنع لايس كريم أو مصنع التالب فهو الرسك فاكتور هنا أقل بكثير من الرسك فاكتور إن أنا هقول فيه عندي خمس مستويات في الخطورة وخمس مستويات في الاحتمالية واتميزنا كل مستوى لو 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 أو هاي أو واحد واثنين وتلاتة ونتج عن كده بقى إيه؟ إن إحنا عندنا المنطقة اللي هنا اللي في أقصى الركن الأيمن العلوي هي منطقة شديدة الخطورة هنا هاي رسك هنا هاي رسك المنطقة السفلة إلى اليسار الركن الأسفل إلى اليسار هذه المنطقة منطقة فيها الرسك منخفض أما المنطقة اللي في الوسب المميزة بحرف الام فهي ميديم رسك يبقى أنا عندي نتيجة لي الريسك إباليويشن أو الريسك أساسمنت إن أنا حسب معامل الخطورة واكتشفنا إن لو كان احتمالية الحدوث عالية وشدة التأثير عالية فأنا في الحالة دي إن هاي رسك زي ما أدينا مثال كده في مصنع البيترو كيمويات الحريق لو حصل احتمال حدوثه عالي وشدة التأثيره عالية فحصل ضرب الاثنين في بعض رقمين كبار في بعض يطلع لرقم كيبية مش كده قال لي يعني لو افترضنا من الماتروس ده زي ما احنا شايفين كده متدرج واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة مش كده قال لي يبقى عندي المربع اللي في أقصى الركن الأيمن العلوي هيبقى خمسة وعشرين مش كده خمسة في خمسة المربع ده عشرين المربع ده خمسة عشر المربع ده عشر مش كده قال لي المربع ده هيبقى تلاتة في اتنين يبقى ستة تمام المربع ده هيبقى تلاتة في اربعة اتناشر مش كده قال لي هنا المربع ده خمسة يبقى ايزا هنا وانا بعمل الريسك بتاعي او بعمل الريسك بتاعي بحسب احتمالية حدوث الخطر وبحث تمام شد التأثير هذا الخطر ولما أضرب الاثنين في بعض يطلع لي معامل الخطورة بتاعتي أعمل كده في المصنع بتاعي في كل مناحي المصنع وأحدد وسمي كل خطر أنا شفته وميسته وصنفته خطر كيميائي خطر بيولوجي خطر هندسي وأحسب له معامل الخطورة بتاعي بحيث أن أنا بقيت تعارف من هذه الدراسة أنواع المخاطر العالية اللي نديها اللون الأحمر وأنواع المخاطر المتوسطة اللي ممكن نديها اللون البنفسيجي أو البني وأنواع المخاطر البسيطة اللي ممكن نديها اللون الأبيض أو الأخضر اللي هي ممكن تكون نوع من أنواع المخاطر اللي سهل أو من الطبيعي إننا أتعامل معاها على وجه التحديد فهنا بيبقى عندي في عملية Risk Assessment أو في Risk Evaluation أنا بحسب Risk Factor لكل نوع من المخاطر أنا ميز يبقى ما ننساش هنرجع تاني كده للشريحة دي احنا هنا بنعمل ايه بنعمل الأول Hazard Identification تمام بنميز المخاطر وبعدين بعد كده بنعمل Risk Analysis وال Risk Analysis معناه ان احنا بنعمل Risk Estimation أو Risk Classification بنقسم من ميز المخاطر وبعدين بنعمل Risk Evaluation يعني بنحسب Risk Factor من خلال ضرب احتمالية حدوث الخطر في شدة تأثيره تمام يطلع عند الماتركس اللي احنا شايفينه ده اللي مش المفروض نعم ده هعمل كده لكل خطر او من خلال هذا الماتركس هاخرق بيه ان انا عندي عندي عشر مخاطر في الشركة احتمالية حدوثهم او شد او معامل الخطورة فيهم عالي جدا وعندي 30 او 40 او 50 نوع من المخاطر معامل الخطورة بتاعتهم متوسط او في المنطقة البنية او البنفسيجي وفي عندي 200 تلتمية نوع من المخاطر ها معامل خطورة بتاعتهم في المنطقة الخضرة او البيضاء اللي معامل خطورة بتاعتهم رقم منخفض طب يا طرح انا بعمل الكلام ده ليه حبا في الرياضة يعني ولا ايه انا بعمل الكلام ده عشان اروح للخطوة الاخيرة اللي اسمها الريس كونترول او 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 الريس كونترول ازاي بقى هدير او هتعامل مع هذه المخاطر اللي انا ما يستهيب انا خرجت في الخطوة اللي فاتت مش عايزين ننسى خرجت بان انا ميست وحددت كل المخاطر عندي في المصنع او في المؤسسة بتاعها تمام؟ ميس وحددت كل المخاطر عندي في المؤسسة بتاعتي أوكي؟ وبعدين حسبت الرسك فاكتور لكل إيه؟ لكل حاجة من هذه المخاطر بحيث أن أنا حسبت الرسك فاكتور قدية في كل حالة وخرجت من هذه الحسابات بأن أنا عندي في مخاطر في المنطقة الحمرة مخاطر في المنطقة البنفسيجي أو الزرعة أو البني وفي عند المخاطر في المنطقة البيضة أو الخضر تمام؟ بحيث أننا لابد هتعامل مع كل نوع من المخاطر بطريقة مختلفة عن البقية مش كده؟ لازم أننا يبقى كل أولويات تروح فين؟ تروح على المخاطر اللي في المنطقة الحمرة هي دي تبقى الأولوية كلهم كلهم طبعا هنتعامل معاهم كلهم هنتعامل معاهم بنفس الجدية لكن لابد أننا في بعض الأنواع من المخاطر اللي في المنطقة الحمرة مش هتبقى زي المخاطر اللي في المنطقة الخضرة أو البيضة مش كده أو اللي إياه؟ وهنا بروح لحاجة اسمها أو هرم التعامل مع المخاطر ولازم أبدأ من فوق لتحت الهرم ده في ست مستويات الهرم ده بتاع التعامل مع المخاطر في ست مستويات المستوى الأعلى اسمه إزالة الخطر إزالة ليه؟ الخطر المستوى التاني من التعامل مع المخاطر أو من إدارة المخاطر اسمه أو التعوير المستوى الثالث اسمه العزل المستوى الرابع اسمه التحكم الهندسي المستوى الخامس اسمه التحكم الإداري المستوى الأخير اسمه أو Personal Protective Equipments Personal Protective Equipments تمام؟ عايزين نفهم إيه المقصود برضو بكل مستوى من هذه المستويات المستوى الأولاني اسمه الإلمانيشن الإلمانيشن يعني يعني الإزالة وكلمة الإزالة أو الإلمانيشن ليها على الواقع التطبيقي بعدين البعد الأولاني زي ما نشايفين كده في الرسم الكاريكاتوري إن أنا أتخلص من الخطر لو أقدر أتخلص من الخطر أو أقدر عن كده أو إن أنا ألغي النشاط كله ما أعملش النشاط ده ألغي النشاط يعني أقفل يعني أقول لك علشان أقرب لك الموضوع ده للأزهام إن أوروبا قررت إن في نهاية السنة دي في نهاية 2020 ما فيش صناعات أسمدة أو أسمانت أو سيراميل هتبقى بول لدول الاتحاد الأوروبي خالص ليه بقى هو من وجهة نظره إن هذه الصناعات تهدد الصحة مش المهنية بس تهدد الصحة عموما تزود من التلوز بالدرجة الرهيبة فقال لك على إيه؟ إحنا نتخلص من هذه الصناعات وأنك تفي إن إحنا نستورد هذه المنتجات جاهزة من الدول المنتجة في دول العالم التالي يصدر هذه الصناعة لدول العالم التالي يبعت لهم حتى المصانع والعمالة الفنية والخبرات الفنية عشان يساعدوا منهم يصنعوا هذا المنتج عنده بكل الأذى بتاعه ويقض هو المنتج النهائي خالي من التأثيرات السلبية على صحة المواطنين أو العامليين الأوروبيين نفس الحكاية فنلندا وسويد وألمانيا من حوالي اسبوعين انتهى استخدامهم للفحم تماما في المصانع بتاعتهم آخر حاجة آخر مصانع كابل الشغل بالفحم قفلت خلاص وتحولوا إلى الوقود الغاز الطبيعي أو البطول وفي سبيلهم دلوقتي إن هم يعوضوا الكلام ده بـ الريسورس اللي هي طاقة الرياح أو طاقة الالفاقة الشمسية أو ما شابه زالي فهنا معنى الإزالة إننا أتخلص من الخطر تماما إذا قلت أدرى أشيله تماما أتعامل بطريقة تانية أو إننا أتخلص من النشاط بالكامل إننا ما أعملوش وأخد المنتج النهائي بدون المخاطر المصاحبة لهذا النشاط ده معنى كلمة الإلمانيش إلا السلمة التانية أو المستوى التاني في هرم الإجراءات الوقائية للتعامل مع المخاطر اسمه السابستيوشن وأبرز مثال ده اللي هو شركات التأمين إننا أنقل الخطر لجهة أخرى تتحمل هذا النوع من المخاطر معظم شركات المواد البترولية بتلجأ إلى شركات متخصصة في الحريق إلى شركات متخصصة في مكافحة الحريق لأن هي أدركت إنها في العمالة بتاعتها لن تستطيع إنها تجابة حريق زي حريق يحصل فيه منشأة بترولية أو منشأة لصنعات البتروكيمويات فبالتالي بتجيب شركة متخصصة في مكافحة الحريق أعدى موجودة مقيمة جوا الشركة 24 ساعة في اليوم أكلين شربين نايمين واخدين كونتراكت أد كده علشان لم احتماد إنه يحصل حريقة في المكان ده هذه الشركات هي اللي تقوم بيئة المكافحة ومربوطة بشرط جزاء إنها تتحمل كل خسائر والأضرار اللي ممكن تنجم عن هذا الحريق يبقى هنا ده بنسميه السبستيتيوشن إن أنا نقلت الخطر إلى حد تاني متخصص صحيح ده كلفني كتير لكنه حماني وحمى صحة وحياة العاملين عندي من المخاطر الأخرى والشركات الأخرى دي بتتشدد في إنها تمنع أو تغفل على المخاطر وبتبقى متخصصة فقط في إنها ضمان التشغيل الآمن بحيث تقلل من تأثيرات أو من معدل أو من البربابيليتي أو كيرانس لخطر وبالتالي السبيريتي أو كيرانس يعني بنقلل unsafe阮 risk factor هنا تمام ممكن التعويض كمان في على المستوى الواقعي يكون معناه إن أنا أستخدم البدائل يعني لو في عندي مادة كيميائية تؤدي نفس الغرض بتاع المادة الأصلية لكنها أقل في الأضرار يبقى ممكن هنا أعود أخذ المادة الكيميائية الأقل ضررا في استخدامها لكن طبعا هنا بتلاقي دايما تحصل خناءة ما بين الناس بتوع الجودة والناس بتوع السيفتي لأن الناس بتوع الجودة محتاجين المادة الكيميائية اللي هي أشد ضررا ما ليش دعوة بالسلام والصحة المهنية لكن الناس بتوع السلام والصحة المهنية عايزين المادة الكيميائية الأقل ضررا التي تحافظ على سلامة العاملين المستوى التالت في مستويات التحكم من المخاطر هو الاسوليشن أو العزل الإزوليشن أو العزل اللي هو عزل مكان الخطر زي ما احنا شايفين في رسم الكاريكاتوري كده حطيته في إيه؟ في آفاس مش كده ولا إيه؟ أبرز مثال تطبيقي على هذا الموضوع التعامل مع المواد المشاعة أو مع أجهزة الأشعة دايما كده تلاقي المواد المشاعة لازم تحفظ الأول في خزنة الأول هذه الخزنة معمول لها عزل من في الخزنة مصنعة من جدران سميكة من الرصاص تمنع اختراق الأجسام لها ثم طبقة أخرى من العزل من الكونكريت ثم طبقة تلتة من العزل من الرصاص بحيث أن تمنع الاختراق جسيمات ألفا وبيتا وأشعة جاما من أنها تختارق الأجسام البشرية وتؤدي إلى الإصابة بالإشعاعات لذي ما شوفنا نحن اليابان لما تضرب عليها كنبلة نووية أو كنبلتين نوويتين في الحرب العالمية التانية ما زالوا حتى اليوم يعانوا من تأثير النشاط الإشعاعي على الأجنة وعلى التشوهات الأجنة فالعزل ده معناه أننا بحط مجموعة من الحواكم أو الكونترولز التي تمنع وتضمن عدم انتشار الضرر أو المادة الخطأ المستوى الرابع من مستويات التحكم في المخاطر اسمها الإنجنيري كونترول اللي هي التحكم الهندسي وأبرز مثال تطبيقي لموضوع التحكم الهندسي هو نظام الانزار الآلي للحريق ونظام الاتفاء الآلي للحريق ده إحنا هنا استخدمنا أحدث ما في التكنولوجيا علشان نتعامل مع خطر الحريق تلاقي كده في تقريبا في كل الأماكن سواء فنادق مدارس في حتى مؤسساتنا من أحد الأساسيات في البناد دلوقتي يبقى فيه السموك دي تيكتور متركب في السقف كده مش كده قال ليه؟ علشان أول ما السموك دي تيكتور ده حساس بتاع الدخان ده يحس إن فيه نسبة من الدخان يدي إشارة إلى نظام الانزار يطلق سرينة إن خدوا بالكوا فيه احتمال حدوث حريق أو فيه دخان موجود في مكان ما وبعد فترة معينة يبدأ يطلق من إطلاق الفاير ألارم سيستم ده إلى إشارة إلى الفاير فايتينج سيستم اللي هو نظام الإطفاء الآلي للحراية بحيث إنه هو يعمل انهيبشن للمكان اللي فيه تصاعد للدخان بإنه بيفضل أمبوبة غاز خامل ممكن لو فيه حريقة في هذا المكان تطفيه تماماً برضو من أمثلة التطبيقية للتحكم الهندسي إنها تستخدم في بعض المصانع مصادر أو مكونات كهربية ولنبات كهربية ومواتير كهربية غير قابلة للانفجار بالذات إذا كان بأعمل في مكان في احتمال حدوث انفجارات عالية فعلشان أحجم منها لازم أستخدم مكونات مقاومة للانفجار يبقى فيه عند الوقت أربع مستويات مستويات الإزالة وبعدين التعويض وبعدين العزل ثم المستوى الخامس من مستويات إدارة المخاطر بنسميه الادمنستريشن كنترول أو التحكم الإداري ومعنى التحكم الإداري اللي هو متمثل المعنى التطبيق له متتمثل في التدريب تدريب العاملين على الأداء الآمن الروتيشن أو إن أنا أعمل دوران للعمالة ما سيبش عاملين محددين متعرضين لمستويات عالية من المخاطر فترة طويلة من الزمن كأن أنا في عندي مثلا العامل بيشتغل فيه جنب معدة بتصدر ضوضاء بمستوى عالي الأوشن نصت على إن مستوى العمل الآمن في مستوى ضوضاء 90 ديسبر هو 8 ساعات ودلوقتي بيخفضوها إلى 85 ديسبر تمام؟ إن المسموع إن العامل يكون موجود في هذا المستوى من الزوضاء هو 8 ساعات فقط إذا كان هيستلزم إنه يبقى في مدة أكتر لابد إن أنا أزوده بمهمات وقاية شخصية أو إن أنا أعمل روتيشن للعملية يبقى التحكم الإداري معناه التدريب معناه تعليمات الأداء الآمن تبقى قدام العامل معناه الروتيشن إن إحنا نبدل العمالة ولا نسمح لي العامل بالتعرض لمستويات أعلى من المنصوص عليها في القانون أكتر من المدة المنصوص عليها في القانون وبعد ذلك يتم استبدال العاملين طبعاً برضو العاملين في درجات حرارة عالية نفس الحكاية لا يسمح إن العامل يفضل يشتغل في درجات حرارة أعلى من المنصوص عليها في القانون المستوى الأخير من مستويات إدارة المخاطر هو استخدام الـ PPEs أو الـ Personal Protective Equipments اللي هي مهمات الوقاية الشخصية ومهمات الوقاية الشخصية كل عضو في جسم الإنسان له مهمة وقاية شخصية كل عضو في جسم الإنسان له مهمة وقاية شخصية تبدأ من الرأس لها الـ Helmet أو الخوزة وطبعاً الخوزة بتاعة عامل البناء غير الخوزة بتاعة الراجل اللي بيشتغل في التوصيلات التهربية غير الخوزة بتاعة الراجل اللي بيشتغل في المطافي عندي مئات الأنواع من الخوز أو الهلمتس اللي هي تناسب النشاط اللي بيقوم بي بعد كده في عندي العنين لها السيفتي جوجلز نظرات وقاية العيون وطبعاً بتفري برضو نظرات وقاية العيون من الراجل اللي بيشتغل في المعامل مع الكيمويات عن الراجل اللي بيشتغل في اللحمات الكهربية إلى ما شبه هزال بعد كده الأذن ليها مهمة لقاية شخصية اللي بيسميها الإير مفس أو الإير بلد اللي هي السماعات أو سدادات الأذن ودي من اللي هي مهمة جداً للناس اللي بيشتغلوا في أماكن فيها ضوضاء عالية زي الناس اللي بيشتغل في تحميل الطائرات أو في جنب الكمبرسورات اللي بتصدر ضوضاء عالية بعد كده الأنف ليها الريستايراتوري سيستيم أو الجهاز التنفس الصناعي ودي بنحتاج بها جداً في الناس اللي بتشتغل تحت البحر أو في الـ confined spaces الأماكن المغلقة بتستغلم في لحمة وسير أعزكم الله الصرف أو الوياه الكبيرة الضخمة أو في أنابيب البترول أو في محطات البنزين في الـ containers المخازن بتاعة البنزين مهمة جداً إن أنا بستخدم الـ respiratory system علشان التنفس التمدل العامل به الأكسجين وهو في مكان معزول عن الأكسجين بعد كده أشهر بقى حاجة في مهمات الوقاية الشخصية اللي ممكن يقوم بها عليها حرب عالمية ومن دول اللي هي الماسكس اللي هي الـ الكمامات وطبعاً زي ما أنتم شايفين ممكن فيه طائرات بتتخطف دلوقتي علشان حملة مسكات مدين دول ودول لأن بقت صيحة العصر إن إحنا كلنا لازم أزير رسمي دلوقتي الجلباب معاهل الماسك بتاعه معاهل الدجداشة والعقال ومعاهل الماسك وعندنا برضو البادلة والأقاميس يبقى نازل معاهل الماسك بتاعه يعني واضح إن عالم ما بعد الكورونا هيكون مختلف عن عالم ما قبل الكورونا إن الماسكات هتبقى حاجة وطبعاً الماسكات فيها بالنسبة لي العمل أنواع كتيرة جداً على حسب المسام بتاعتها شكلها إيه يعني من رحمة ربنا بينا في هذا الوباء اللي إحنا فيه إن الفيروس دا حجمه كبير فبالتالي مش محتاج ماسك تكون المسام بتاعته تكون دقيقة جداً لا ممكن أي ماسك معين هيمنع دخوله إلى الجهاز التنفسي لكن ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا الرسالة بيحذرنا علشان خاطر إن إحنا ممكن يبقى فيه فيروس ضق في الحجم وتبقى مشكلة إن إحنا مش نقين له ماسك حتى مش هيبقى الماسكات اللي ما هو متوفرة اليومين دول مؤسرة فيه بشكل يبقى دول الست مستويات اللي أنا بس بعد كده طبعاً بعد الماسك فيه عندي بقى الجلافز مش كده ولا إيه الإيدين اللي هي القفازات وفيه عندي السيفتي أخرون المريالا أو السيفتي كوت والسيفتي شوز زي ما قلنا كده كل عضو في الجسم له مهمة وقاية شخصية ممكن الإنسان بيمارس مهنة معينة يكون لابس كل هذه المهات أو يستلزم التشغيل الآمن ليه إنه يلبس كل هذه المهمات الوقاية الشخصية بدءاً من القوزة وانتهاءاً دي السيفتي شوز تمام؟ هم دول الست مستويات اللي مستخدمين فيه الإدارة المخاطر أو فيه التعامل مع المخاطر طبقاً طبعاً للمستويات اللي إحنا حددناها المناطق اللي في المنطقة الحمراء أو المخاطر اللي في المنطقة الحمراء لازم بنبدأ من فوق بنبدأ من الإزالة شكراً ولا إيه؟ إزالة أو تعويض وعزل يعني ممكن أستخدم عدة مستويات من هذه المستويات الستة في مكافحة أو في إدارة المخاطر بتاعتي علشان تنتقل من المنطقة الحمراء إلى المنطقة الخضراء أو البيضاء علشان العامل يبقى عندي فيه أعلى مستوى من مستويات الأمن يبقى إزاً أنا عندي نرجع تاني للشريحة الرئيسية بتاعتنا ديت إن أنا عندي فيه ريسك أو هازورد ايدنفيكيشن فيه ريسك أناليسيز فيه ريسك إفاليويشن أن فيه ريسك تريتمين أو ريسك مانيجمين إحنا عرفنا للوقت إيه المقصود بكل حاجة من دية دي بعد كده هننتقل إحنا كده غطينا أول كلمتين محوريتين عندنا اللي هم كلمة الـ Occupational Safety والـ Occupational Health وإزاي بنتعامل معاهم؟ أرجو طبعاً لأي حد دلوك سؤال إنه يسجلوا قدامه دلوقتي وهي هنخلي آخر ربع ساعة في المحاضرة لإستقبال الأسئلة من حضراتنا هنيجي نخش بعد كده على الكلمة التانية اللي هي كلمة الـ Management العنوان المحاضرة بتاعتنا Occupational Safety and Health Management ما هو المقصود بكلمة الـ Management؟ ما هو المعنى التطبيقي المقصود من وراء كلمة الـ Management؟ لو جينا اتكلمنا على كلمة الـ Management نعرف أو باختصاراً كده إن معناها هي فن استغلال الموارد الـ Management في ثلاث كلمات هي فن استغلال الموارد يعني المدير الكويس الشاطر أياً كان بقى مدير جودة مدير سلامة وصحة مهنية مدير تخطيط مدير إنتاج مدير كدريب أهم حاجة عنده علشان يبقى المدير ده مدير ناجح إنه يعرف يستغل الإمكانيات المتاحة ليه استغلالاً أمثلاً هذا هو المعنى الحقيقي التطبيقي لكلمة الـ Management أو لكلمة الإدارة لما نعرفها بالتفصيل نقول أن كلمة الإدارة هي مجموعة من الأنشطة المتسلسلة والمترابطة والمخططة مجموعة من الأنشطة المتسلسلة والمترابطة والمخططة والتي تهدف إلى تهدف هذه الأنشطة إلى إيه؟ إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة على كافة المستويات يبقى أنا معنى كلمة الإدارة هو أن أنا لازم أعمل شوية أنشطة هذه الأنشطة هيحصل لما أعملها استغلالاً أمثلاً للموارد المتاحة عندي وتتحقق الأهداف المخططة واضح كده التعريب في تحقيق كلمة الإدارة؟ طيب معنى كده أن أنا لازم أعندي أهداف مش كده أو ليه؟ لازم أعندي إدارة حتى في علم كده يقول لك الإدارة بالأهداف لازم أعندي أهداف والأهداف دي كمان تكون مخططة تمام؟ يعني ما أقدرش أشتغل أو العمل المؤسسي الحقيقي إننا لازم يبقى عندي أهداف وهذه الأهداف بيحصل لها بريك دون على الإدارات المختلفة تمام؟ بل على الأفراد كمان لازم كل واحد فينا جوة المؤسسة يبقى له طارجت يبقى عارف هو موجود في هذه الوظيفة ليه؟ إيه المطلوب منه؟ لازم المدير أي مدير يبقى محدد لكل فرض ولكل شخص ولكل خط إنتاج أو لكل فاسيليتي أو جهاز لازم يقالوه طارجت لازم يقالوه طارجت وهذا الطارجت لابد أننا وفره الموارد اللازمة وسخرى عشان هذا الطارجت يتحقى وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة الإدارة يبقى الإدارة هي سلسلة الأنشطة التنفيذية المتربطة والمخططة التي تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة على كافة المستويات وطبعا عندي المستويات مختلفة مستويات الإدارة العليا مستويات الإدارة المتوسطة مستويات الإدارات التشغيلية وزي ما قلنا ممكن توصل للمستويات الأفراد هذه الأنشطة بسرعة كده تشمل الرؤية لازم عندي فيه رؤية الرؤية بعد كده تتحول لسياسات والسياسات تتحول إلى تخطيط والتخطيط معناه وضع الأهداف والأهداف لازم كل هدف حطيته أحطينه خطة تنفيذية وكل خطة تنفيذية يلزمها عشان تبقى خطة واقعية أن يحصل تدير للموارد اللازمة للموارد اللازمة للتنفيذ كمان من مهم الإدارة وضع السلطات والصلاحيات والمسئوليات لكل حد جوة المؤسسة ثم تحديد قنوات الاتصال الكميونيكيشن شانلز ثم الفولو أب أو المتابعة للتنفيذ وبعد متابعة التنفيذ وحينما وانا بتابعة التنفيذ أتشف أن هناك أخطاء في التنفيذ أو مشاكل في التنفيذ نعمل الCorrection والCorrective Actions والPreventive Actions نعمل التصحيح والإجراءات التصحيحية والإجراءات الوقائية وتنتهي مهمة الإدارة أو المهام بتاعة الإدارة بالAssessment and Review المراجعة والتقييم علشان نعرف إذا كان اللي احنا عملناه ده صح أو الغلط وكمان نسعى إلى تحسينه يبقى دول الأنشطة اللي تتضمنها كلمة الإدارة الأنشطة التي تتضمنها كلمة الإدارة أنا قلتهم بسرعة هدي بس لمحة عن كل حاجات فيهم لأن طبعا إحنا محتاجين حضرات كتير عشان نشرح الشريحة دي لوحدها فطبعا لازم أي مؤسسة يبقى عندها رؤية وهذه الرؤية بتبقى مستمدة من رؤية الوزارة التابعة لها ورؤية الوزارة دائية من رؤية الدولة بالكامل الرؤية يعني زي ما نقول استشراف المستابعة عندنا في المملكة العربية السعودية رؤية 2030 هنلاقيها عندنا في شريحة العلوم بتاعتنا هي دي اللي احنا بنشتغل من خلالها كل مؤسسات الدولة لازم حتى هذه الرؤية قدامها رؤية 2030 بتاعت المملكة العربية السعودية التحول من دولة بترولية إلى دولة متعددة المصادر الاقتصادية بدل ما نعتمد فقط على البترول لا عايزين نبقى دولة صناعية زراعية سياحية هذه الرؤية تتحول إلى سياسات ومعنى السياسة هو أنا هعمل إيه علشان الرؤية تتحق معنى كلمة السياسات أنا هعمل إيه علشان الرؤية تتحق هعمل إيه علشان أتحول إلى دولة صناعية هعمل إيه علشان أتحول إلى دولة زراعية هعمل إيه علشان أتحول إلى دولة سياحية السياسة هي عبارة عن بضعة أسطر توضح نوايا من الأعمال اللي هعملها علشان أحقق الرؤية زي ما يكون أي حد فيه قو عنده طفل صغير في كي جي وان ويقول أنا نفسي أشوف الولد ده دكتور جراح أو ظابط أو أشوفه مهندس أو أشوفه لعيب كورة ويجي رؤية أنا عايز الولد طبيب طب هتعمل إيه علشان الولد يطلع طبيب ده لازم يطلع الولد ده متعور على التفوق الكاسح لازم يطلع بيحب الفيزياء والكيميا والبيولوجي لازم في اللغة الإنجليزية لازم دي مدارس كذا وكذا وكذا وهجيب لمدارسين كذا وكذا هذه هي السياسات هذه هي السياسات يبقى السياسات هي الصيغة التخطيطية لتحقق الرؤية هنعمل كذا وكذا وكذا لسا ما عملناه لكن ده اللي نوين نعمله عشان تتحقق الرؤية بعد ما حطينا الرؤية والسياسات ودي غالباً بيجيلي من المستويات العليا ها ببدأ في التخطيط والتخطيط معناه وضع الأهداف التخطيط معناه وضع الأهداف والأهداف بتبقى أهداف قريبة أو أهداف تشغيلية وأهداف متوسطة وأهداف بعيدة المدى وكل هدف لازم أحطله أكشن بلان أكشن بلان أو الخطة التنفيذية أنا بحدد أو بعمل الـ break down للهدف ده لخطواته التنفيذية وكل خطوة بحدد إطارها الزمني من إلا ومن المسؤول عن التنفيذ وإيه الموارد اللي مطلوبة للتنفيذ وببدأ بعد كده بعد ما طبرت لكله أسيب النس في الشغل وأنا كمدير أبدأ عملية المتابعة عملية المتابعة وأنا بتابع مؤكد هبقى عندي حالة من ثلاثة يأما الناس بتنفذ وتعدد المخطط وده شيء كويس بس بشرط جودة التنفيذ والخلو من العيوب أو إن أنا on target وده شيء برضو جيد إن أنا الناس بتنفذ زي ما هو مخطط أو إن أنا هكون behind the target ودي المشكلة إن أنا هكون خلف المخطط وإذا لقيت نفسي إن أنا خلف المخطط ها لازم أحط أعمل correction الإجراءات التصحيح والإجراءات التصحيحية وأعمل كمان preventive actions أو الإجراءات الوقائية علشان أمنع تكرار نفس المشكلة لنفس السبب عشان نفهم الفرق ما بين التصحيح والإجراءات التصحيحية والإجراءات الوقائية ناخد المثال ده لقدر الله في أي مؤسسة من المؤسسات حصلت حريقة بيبقى الهم الأول للمؤسسة إن إحنا نطفي الحريقة إن إحنا نطفي الحريقة ماذا كده؟ ده اسمه correction صح؟ وبعدين بعد ما طفينا الحريقة لابد إن أنا أقعد أشوف هو كان إيه السبب الجزري اللي أدى لحدوث هذه الحريقة يا ترى كان عقوب السجارة ولا إنسكاب مواد بيترولية ولا مسك كهربائي ولا تفاعلات كيميائية ولا بفعل فاعل ولا كان نظام الإنظار الآلي عطلان ونظام الإطفاء الآلي عطلان ماذا كده؟ يبقى هنا دي اسمها إجراءات تصحيحية لما اكتشف إن السبب الحريق كان عقوب السجارة همنع التدخين همنع السجائر همنع الولعات همنع الكابريت هبني قوضة للمدخنين بيعملوا كده في المطارات ماذا كده؟ دي اسمها إجراءات تصحيحية هتمنع تكرار الحريق مرة أخرى بسبب عقوب السجارة ماذا كده؟ لكن هذه الإجراءات التصحيحية لن تمنع حدوث الحريق مرة أخرى بسبب المسك كهربائي كون إن أنا منعت السجائر أو الولعات أو الكابريت دا مش هيمنع حدوث مسك كهربائي فلابد كمان أروح أشوف كبلات الكهرباء وسكاكين الكهرباء والفيش والمفاتيح واتطمن إنها سليمة ومطابقة المواصفات والتحميل بتاعها سليم ومش هيحصل منها حريق وروح على مخازن المواد البترولية واتطمن إنها مجهزة باحتياطات الأمان والطفائيات والكميات المقزنة مزبوطة وروح على مخازن المواد الكيميائية عشان تطمن إنه مفيش مواد غير متوفقة متخزنة مع بعضيها عشان ما حصلش منها حريقة دي بنسميها إجراءات وقائية يبقى الإجراءات الوقائية الغرض منها تلافي حدوث نفس المشكلة لسبب آخر ما حصلتش منه المشكلة ثم بعد ذلك إن إحنا نعمل assessment and review لكل فادة للرؤية والسياسات والتخطيط والموارد والسلطات والصلاحيات والمسؤوليات والقنوات الاتصال بغرض إن إحنا نحسن فيها لو اكتشفنا إن عندنا قصور في job description بتاع وظيفة معينة نعيده لو اكتشفنا قصور في مستويات الإبلاغ عن الحوادث وأدى ده إلى تفاقم الإصابات يبقى لازم تتحسن قنوات الاتصال يبقى هنا عملية المراجعة والتقييم بغرض التعلم والتحسين للقادم يبقى ده معناه الأنشطة اللي لازم المدير يعملها أو الإدارة تعملها تمام؟ طيب هذه الغراءات لما تتعمل هيحصل استغلال أمثل للموارد المتاحة طيب هي ترى إيه الموارد المتاحة في أي مؤسسة؟ الموارد المتاحة في أي مؤسسة هي تشمل موارد مادية ملموسة أقدر أحط عليها إيدي ونوع آخر من الموارد بتسميه الموارد المعنوية المحسوسة الموارد المادية الملموسة تشمل الموارد البشرية وتشمل رؤوس الأموال والمباني والأجهزة والمعدات والمخازن والشبكات شبكات المية والصرف والآي تي البناء التحتية التجهيزات تمام؟ مصادر الطاقة مصادر المعرفة كل دي بنسميها موارد مادية ملموسة لازم أقصى استغلال منها أيضا في عندي نوع تاني من الموارد بنسميه الموارد المعنوية المحسوسة اللي أهمها الوقت هل الوقت يا جماعة من الموارد ولا لا؟ وبالذات عندنا في السفتي الوقت يفرق التكا ساكتن مش كده ولا ايه؟ الثانية بتفرق مش كده ولا ايه؟ كمان الافكار الافكار دي برضو من ضمن الموارد بس موارد معنوية محسوسة ما هيش منسوكة تمام؟ الصمعة الاسم التجاري العلامة التجارية مش كده ولا ايه؟ الشعار بتاع الهيئة السعودية المواصفات والمقاييسة والجودة دي ده ده الشعار سمين اللي يشوفه في اي مكان ده لازم يعني عندنا بلغة الجيش يوقف ويقد التحية لانها مؤسسة محترمة عريقة مش كده ولا ايه؟ فبالتالي لابد اننا احقق استغلال امثلا من كل هذه الموارد مش كده ولا ايه؟ مجرد اسم الهيئة السعودية المواصفات والمقاييس والجودة ان هي بطرعة هذه البرامج ده حاجة جميلة جدا وخاصة انها مؤسسة غير ربحية او غير هدفة للرف فبالتالي لابد ان انا استغل هذا الاسم استغلالا امثلا او هذه العلامة التجارية يبقى اذا الاضارة هي سلسلة من الانشطة اللي احنا استعرضناها في الشريحة اللي فاتت تمام؟ هتهدف هذه الانشطة لو اتعملك الى تحقيق الاستغلال الامثل للموارد اللي موجودة عندي اللي زي ما قلنا هي موارد مادية ملموسة وموارد معنوية محسوسة لازم انا كمدير احقق استغلالا امثلا من كل هذه الموارد المتاحة لدي ووجه هذه الموارد فين بقى الى تحقيق الاهداف المخططة طب هو يطر اهداف السلامة والصحة المهنية ايه؟ هو انا عندي بقى اهداف للسلامة والصحة المهنية؟ اه طبعا هدفي في السلامة والصحة المهنية هو حماية العاملين والمتعاملين بس حتى الزوار بس لا ده كمان حتى المجتمع المحيط اللي حوالي ما لا ممكن لا قدر الله حريقة تحصل عندي تؤثر على المجتمع اللي حوالي المؤسسات اللي حوالي ايه؟ يبقى اذا اهداف السلامة والصحة المهنية هي احماية العاملين والمتعاملين والزوار ومقاول الباطن اي بشر حتى الرجل اللي ماشي جنب صور المؤسسة لازم نظام السلامة والصحة المهنية يحميه من الانشطة الضارة او من الحوادث اللي ممكن يتسبب فيها نشاط المؤسسة بتاعتي يبقى انا لازم هنا ان انا اوجه كل الموارد بتاعتي نحو حماية كل البشر اللي موجودين جوه المؤسسة بتاعتي وكمان اللي حوالي المؤسسة بتاعتي بحيث ان لا يحدث ليهم اضرار تمام؟ طيب يبقى احنا كده شرحنا كلمة الادارة وقولنا كلمة الادارة هي استلسلة من الانشطة التنفيذية المتسلسلة والمترابطة التي تهدف الى تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة لتحقيق الاهداف المخططة على وهي حماية ايه العاملين هيتفضع دينا بقى كلمة السيستم او النظام ما هو المقصود بكلمة سيستم او نظام؟ السيستم او النظام معناه خلينا نكتب برضو ايه نقطة كده مهمة ان من وجهة نظر كل نظم الادارة الحديثة اي مؤسسة ايا كانت شكلها او حجمها او عدد عامليها ها فهي مجموعة من العمليات مجموعة من العمليات مجموعة من العمليات العمليات الرئيسية والعمليات المساندة مجموعة من العمليات الرئيسية والعمليات المساندة يعني بنبص للمؤسسة لو قلنا مصنع مثلاً ما هي العمليات الرئاسية للمصنع؟ العمليات الرئاسية للمصنع هي دراسة السوق هي تدبير أو شراء الخامات والمستلزمات الانتاج هي تخزين الخامات ومستلزمات الانتاج هي العمليات التصناعية هي التعبئة والتغليل هي النقل والتسويع دي عمليات رئيسية لكن أيضا عندي في المصنع في صيانة وفي تدريب وفي شؤون مالية وإدرية وفي HR وفي سلامة وصحة مهنية هذه عمليات أخرى بنسميها العمليات المساندة المستشفى مثلا مؤسسة أخرى هي أيضا من وجهة نظر نظم الإدارة هي مجموعة من العمليات الرئيسية والمساندة يعني المستشفى عملياتها الرئيسية استقبال المرضى فحص المرضى توصيف تشخيص المرض ووصف العلاج وإن كان محتاج مزيد من الفحص يبقى فيه عندنا أشعة وتحاليل وبناء على الأشعة والتحاليل يبقى فيه وصف علاج وخروج أو فيه استبقاء علشان إجراء عملية جراحية وأثناء الاستبقاء فيه تنويم وفيه إقامة وفيه تغذية وفيه تعقيل وفيه تجهيز لإجراء العملية الجراحية وبعد العملية الجراحية يا إما فيه علاج وخروج أو فيه لقدر الله خروج بس خروج نهائي بقى الله يرحمه كان راجل طيب مش كيلو قال ليه؟ أو حتى بعد الخروج ده فيه عندي تلاجة وفيه مغسلة وفيه ما شابه ذلك والمستشفى فيها صيدلية وفيها مطبخ وفيها مغسلة وفيها حاجات كتيرة جدا مش كيلو قال ليه؟ ده عمليات رئيسية عشان مرتبطة بالمريض لكن أيضا المستشفى فيها تدريب وفيها شؤون مالية وإدارية وفيها صيانة وفيها أمن وحراسة وفيها سلامة وصحة مانية صح والغلط البنك مركز التدريب المدرسة المستشفى كل هذه المؤسسات المختلفة لما بجد نبصلها بنبصلها من وجهة نظر للإدارة إلى عمليات عمليات رئيسية وعمليات مساندة كل عملية من هذه العمليات سواء كانت رئيسية أو مساندة لازم أحط لها طريقة آمنة للتشغيل لازم أحط لها يبقى طريقة آمنة للتشغيل يبقى إذن السيستم هو مجموع الإجراءات والمنهجيات وتعليمات العمل والخطط الموثقة التي تشرح وتصف وتوضح كيفية التنفيذ الآمن للعمليات والأنشط يبقى أنا هنا المؤسسة بتاعتي على بعضيها زي ما قلنا هنقسمها لعمليات رئيسية وعمليات مساندة وكل عملية كده على حدة أحط لها تعليمات تشغيل آمنة أو التعليمات الآمنة للتشغيل إزاي ننفذ العملية دي تمام؟ هذه المنهجيات أو الإجراءات لازم بتكون بتشرح وتصف وتوضح الإيه التشغيل الآمن بمعنى أن هذه المنهجيات لازم تجاوب لي على خمس أسئلة تجاوب لي على خمس أسئلة مين بيعمل إيه؟ إمتى؟ وإزاي؟ وليه؟ يبقى المنهجية معناها إيه؟ إن أنا بوصف فيها مين؟ مين في العملية دي؟ بيعمل إيه؟ مين بيستقبل المريض؟ مين بياخد بياناته؟ مين بيقس له درجات الحرارة؟ ويقس له الضغط ويعمل له الكلام ده كله؟ يبقى مين بيعمل إيه؟ يبقى هكذا كل واحد متوصف دوره في المنهجية إمتى؟ مين رقم واحد؟ مين رقم اثنين؟ مين رقم ثلاثة؟ مين رقم عشر؟ تمام؟ وكمان بيعمل ده إزاي؟ لازم أوصف له إزاي تعمل الكلام ده؟ يبقى كل واحد حدده مين بيعمل إيه؟ إمتى؟ وكمان أهم ما في الموضوع إزاي بيعمله؟ إزاي بيعمله؟ الطريقة المصلة اللي يؤدي بيها هذا النشاط بتاعه وكمان بيعمل ده ليه؟ ليه بيعملوا بالطريقة دي؟ إيه الدليل المادي الملموس على إن هو ده السلوب الأمثل للتأدية بتاع الموضوع لكنه ما تيجي تقرأ كتاب أو تيجي مثلا كتاب تفسير ويجي يقول لك أنظر البخاري صفحة كذا أو البقرة الآية رقم كذا ده بنسميه Y ليه؟ المرجعية بتاعتنا إيه؟ تمام؟ يبقى إذن السيستم هو عبارة عن مجموع المنهجيات الموسقة التي تشرح وتصف وتوضح كيفية تنفيذ العمليات والأنشطة بأمان سيفلي تمام؟ وتزال سيفس طوي تو بيرفورم ده جوب تمام؟ وأزي المنهجيات زي ما قلنا بتجاوب على خمس أسئلة مين بيعمل إيه؟ إمتى؟ وزال؟ وليه؟ طيب زي ما قلنا أن هذه الأشياء بتهدف إلى بتهدف إلى ضمان وأمان وسلامة العاملين والمتعاملين والمجتمع المحيط تمام؟ ومقاول الباطن والمجتمع المحيط ده طبعا شكل الأفشن بلان أو الخطة التنفيذية للهدف وزي ما شوفنا كده بنقسم الهدف ليه مراحل وكل مرحلة الوقت المتاح ليه هقدي إيه؟ ومن المسؤول عن التنفيذ وإيه الموارد المطلوبة وإيه الـ KPIs أو مؤشرات الأساسية اللي هيئيس بيها هذا الهدف وأثناء المتابعة هل بيتحقق هذا الهدف ولا لا؟ ولو مش بيتحقق إيه السبب؟ ده شكل العملية اللي حولنا العملية في عندي مدخلات في أنشطة في حواكم وفي مخرجات دي أساسية وفي عندي كمان PI products اللي هي الأشياء اللي بتخرج مع العملية بتاعتي اللي ممكن تؤدي إلى إصابة العاملين أو إحداث ضرر على اللونج تيرم للعاملين طبعاً أنا مهمتي إن أنا أمينيمايز التأثيرات السلبية للعاملين طبعاً هننتقل بسرعة نسرد البنود بتاعة المواصفة بتاعتي المواصفة بتاعتي كما نظم الإدارة الحديثة كلها مكونة من عشر بنود البند الأول طبعاً هيا مبنية بلان دول شيك أكت لكن البند الأول عنوانه أليسكوب أو المجال بتاع المواصفة البند رقم اثنين اسمه النورماتيب ريفرامسيز أو المراجع أو المرجعيات البند رقم ثلاثة اسمه المصطلحات والتعريف والثلاث بنود دول سبتين في أي مواصفة بس طبعاً بتتغير السكوب من مواصفة لمواصفة يتغير المصطلحات والتعريف من مواصفة لمواصفة لكن ما فهمش أي متطلبات البند رقم أربعة من المواصفة اسمه Context of the Organization أو سياق عمل المؤسسة وفيه بحدد ايه كل النقاط القوة والضعف الداخلية جوه المؤسسة أو الفرص والتهديدات اللي من خارج المؤسسة البند رقم خمسة من المواصفة بيحدد متطلبات القيادة قيادة متطلبات القيادة البند رقم ستة بيحدد لي فيه متطلبات التخطيط والتخطيط يعني وضع الأهداف والخطط التنفيذية لهذه الأهداف وزي ما قلنا الهدف بتاع نظام الدارة السلام والصحة المهنية هو حماية صحة العاملين والمتعاملين والزوار ومقاومة الباطن والمجتمع المحيط في الـ Planning أنا خرجت من موضوع Planning ده معايا أهداف وخططها التنفيذية هروح في البند رقم سبعة إن أنا أعمل السابورت هجيب الدعم كل الموارد اللازمة للتنفيذ البند رقم تمانية من المواصفة بيقول لي الـ Operation أو العمليات إزاي بقى نطبق الكلام اللي إحنا جبنا حطينا الأهداف بتاعتنا وحطينا المستلزمات التنفيذ في البند رقم سبعة إزاي ننفذ بقى التشغيل الآمن وإيه اللي رعيه في التشغيل الآمن ثم البند رقم تسعة اسمه Performance Evaluation أو تقييم الأداء بحيث إن أنا كل يوم عندي في حد اسمه مرائب سلامة واقف بيرصد التشغيل الآمن ويرصد أي مخالفة أو أي حدثة أو أي حدثة واشيكة ويسجل الكلام ده ونبدأ نعمل Root Cause Analysis لو فيه حدثة وإيه السبب الجزري وناخد الإجراءات التصحيحية والإجراءات الوقائية اللي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحدثة ثم بعد ذلك البند الأخير من الموصفة اللي اسمه The improvement أو التحسين لأننا مش من المقبول أن يحصل عندي حدثة وتتكرر تاني بعد كده المفروض فقط لو إن ده مسموح إنه لو في حدثة يبقى حدثة ما حصلتش قبل كده أو لقدر الله حاجة يعني جديدة من نوعها بحيث إن إحنا دائما وأبدا عايزين نقلل من معدل الحوادث أو الإصابات أو أيام وساعات الانقطاع عن العمل في هذا المجال يبقى هنا دي المواصفة بتاعتنا وعلى فكرة ده بنسميه الانيكس اس ال أو الهاي ليبل ستركتر اللي كل المواصفات الجديدة مبنية بنفس العنوين دي كلها تكونة من عشر بنوت وكل بند بنفس العنوان لكن تختلف التفاصيل من مواصفة لأخرى المواصفة دي برضو أخر حاجة قبل ما نقفل لازم وأنا بقراها أبقى فاهم كل المواصفة ليها لغة المواصفة ليها لغة يعني كلمة شال لما أقراها في المواصفة دي معناها إلزام خدوا بالك وإحنا بنقرأ المواصفات كلمة شال لما ألاقها في المواصفة دي متطلب قانوني متطلب لازم لا فكاكة منه لازم أنفزه يبقى أنا لو جيت عايزة أطبق المواصفة دي وبقرأ المواصفة ولقيت كلمة شال العبارة اللي بعديها اللي بعد كلمة شال دي ده إلزام علي أن أنا أعمله في اللغة العربية دايما بنترجم كلمة شال إلى يجب يجب على المؤسسة كذا ده إلزام الكلمة الأقل منها في القوة كلمة شود كلمة شود معناها ريكمنديشن أو توصية أو نصيحة في اللغة العربية في المواصفات المترجمة اللغة العربية بنترجمها لكلمة ينبغي شود يعني ينبغي دي توصية دي اللجنة اللي حطت المواصفة دي شافت أن أنت من الأفضل أن أنت تعمل كده الكلمة الأقل منها في القوة كلمة مي ومي يعني يجوز من ترجمها في اللغة العربية إلى يجوز إذا كنت أنت شايف أن ده قويس يجوز ليه كنت تعمل كده المصطلح الأخير في القوة كلمة كان كلمة كان وكان يعني تستطيع أن نتعمل كده كانوا مي الاثنين يعني قريبين من بعض في المعنى التطبيقي بتاعه طبعا آخر شريحة عندي في المحاضرة بتاعتنا النهاردة البنود التفصيلية بتاعت اللي احنا قدنا فيه الشريحة دي البنود الإجمالية هنا في الشريحة دي البنود الفرعية لكل بند جوه المواصفة عندي بند رقم 4 لعنوانه Context of the Organization فيها عندي 3 بنود رئيسية بيقول لي افهم السياق ومعنى فهم السياق أنك تحدد اللقاط القوة والضعف اللي ممكن تؤدي إلى حدوث حوادث أو مهددات لسلامة العمل اللازم نفهم ومعنى فهم السياق ايه المصائر السورس بتاعه بعد كده تاني البنود بالرقم 4 لعنوانه يقول لي الـ determining of the scope of the occupational health and safety management system ونحط العمليات بتاعت المؤسسية بتاعتنا والمنهجيات بتاعت التشغيل الأهمل البند رقم 5 فيه أربع بنود فرعية البند رقم 5 عنوانه Leadership بيقول لي leadership and commitment policy السياسات واحنا بنشرح كلمة الإدارة قلناها وبعدين المهام والمسؤوليات بتاعت كل حد هو المؤسسة وبعدين المشاركة العاملين لازم في كل المؤسسة بفيه لجنة اسمها لجنة السلام والصحة المهنية لازم ناخد رقم البند رقم 6 بتاع الـ planning فيه بندين رؤسيين الأولاني actions to address risks and opportunities and how to dealing with them وبعدين الـ planning to achieve them البند رقم 7 بتاع support اللي هو بتاع الدعم جواه خمس بنود فرعية بيقول لي resources الموارد والـ competence الجدارة والـ awareness التدريب والتوعية الـ communication التواصل والـ documented information أو المعلومات المنصفة كل كلام ده احنا قلناه واحنا بنشرح أنشطة الإدارة البند الرقم 8 اللي هو بند الـ operation بيتكلم على الـ operational planning and control اللي هو تخطيط ومرابط التشغيل اليومي وكمان الـ emergency preparedness and response خطط الاستجابة والاستعداد للطوارئ البند رقم 9 بيتكلم على المرابط أو تقييم الأداء جواه البند ده في عندي الـ analysis of performance evaluation والـ internal audit المراجعات الداخلية والـ management review مراجعة الإدارة البند الأخير من المنصفة فيه تلت بنود فرعية اللي هو عنوانه الـ improvement أول بند فيها بيتكلم على improvement general إن أنا لازم أتحسن يوم عن يوم ثم أقل حدا في التحسين إن أنا لما يحصل عندي حفصة لازم يحصل عندي insulin non conformity and corrective actions قلناها برضو إجراءات الصحية وبعدين لازم يحصل عندي continual improvement للـ system بتاعي حيث أن معدل الإصابات دايما ومعدل من قطاع العاملين عندي أقل في نازل في أقل يعني ما ينفعش إن أنا عندي عدد ساعات انقطاع العاملين بعد ما طبقات الـ system تزيل لا ده بالعكس ده لازم تقل وإلا الـ system يبقى محققش المطلوب منه لابد إن أنا نلاقي إن الحوادث عدداً وعدد ساعات انقطاع العاملين بتقل باستمرار علشان يبقى ده دليل على تحسن النظام بتاعي أرجو إن إحنا نكون في الوقت البسيط ده قدرنا إن إحنا ندي فكرة قويسة عن منظومة أو نظام إدارة السلامة والصحة المعانية وكل أزام صاغية لو في عند حي أي حد من حضراتكم أي سؤال أسعد إن أنا أجاوب عليك شكراً جزيلاً لك مهندس أحمد نأخذ بعض أسئلة الحضور ممكن الحضور يضعون أسئلتهم في خانة الـ Q&A السؤال الأول ما هو الفرق بين الآيزو 45001 والأوساس 18001؟ تمام، المواصفة الأوساس 18001 دي مواصفة بريطانية صدرت 2005 المواصفة الأيزو دي مواصفة دولية طبعاً عندنا في المواصفات، في عندي أربع مستويات من المواصفات مواصفات دولية، مواصفات قياسية دولية، مواصفات قياسية إقليمية ثم مواصفات قياسية قومية، ثم مواصفات خاصة الأوساس 18001 دي مواصفة بريطانية محلية خاصة بريطانية لكن كان معظم الدول بتاخد الأوسيس وتطبقها لأن الأيزو أول فرجن من إصدارها لمواصفة في السلامة والصحة المنقية كانت الأيزو 45001 يبقى المواصفة الأيزو 45001 صادرة عن منظمة الأيزو في 2018 واتبنت على الأوسيس 18001 خدنا تقريبا كل البنود اللي موجودة في 18001 وضمنناها جوة بنود الأيزو 45001 وزودنا عليها ووحدناها مع نظم الإدارة المختلفة تبقى للتركيب البنائي بتاع العشر بنود ممتاز شكرا لكس المهندس أحمد السؤال التالي هل من الممكن تقبل حدوث خطر إذا كانت تكلفته المادية أو المعنوية أقل من تكلفة معالجته؟ آه في هذه الحالة ده في الريسك مانجمنت وأنا بشوف بس المهم أننا في كل الأحوال أننا أبقى مقدر للريسك فاكتور لهذا الخطر وهل هينجم عنه حوادث جسيمة ولا لا؟ إذا كان مجرد أننا هيحدث عنه إصابات بسيطة ولقيت أننا علشان تلافى هذه الإصابات البسيطة أنا هصرف كتير قوي لا ممكن بنقول أننا نتقبل هذا الحدث ويطلق على هذا الموضوع الريسك أبيتايت أن كل مؤسسة عندها محددات تقدر تقول هي ممكن تقبل الحوادث لدرجة يعني ممكن مثلا حوادث الإنزلاق أو السقوط ممكن تكون الإصابات الناجمة عنها إصابات بسيطة قد تستلزم علاج في الموقع أو إسعافات أولية أو بعض الحاجات اللي نقدر نتعامل معها لكن لو ناهم مع الكلام ده لا ده أنا هنا بقيت بتكلم على أننا تكلفة عالية جدا في مقابل أننا بقى تلافى إصابات بسيطة لا ده أنا عايز أوجه كل الموارد بتاعتي نحو الإصابات الجسيمة أو نحو الحوادث اللي معامل خطورة فيها عادي ممتاز ممتاز السؤال التالي ألا ينبغي إدراج مخاطر الخبرة والإهمال والسن والتعب ضمن المخاطر فهي مخاطر كاملة في الإنسان هو مخاطر الخبرة والإهمال والسن والتعب بنحطها في المخاطر الأخرى يعني ما نصنفش في المخاطر البلجية المقصود بالمخاطر البيولوجية هو التعامل مع الكائنات العية الدقيقة التي تسبب ضررا للإنسان حين التعامل معها زي الماكروبات والجراثيم والفيروسات والفطريات وما شبه ذلك ممتاز ما هي أوجه الشبه بين هذه المواصفة الآجزة 45 ألف واحد والمواصفة 22 ألف المواصفة 22 ألف مختلفة عن المواصفة بتاعتنا المواصفة 22 ألف بتتكلم أو عنوانها فود سيفتي مانجمنت سيستم عفوا فهنا في المواصفة الآجزة 22 ألف احنا بنتكلم على المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء بمعنى إننا هناك بصنف المخاطر إلى ثلاث أنواع فقط مخاطر فيزيائية تتعلق بأجسام الصلبة زي المسامير والزجاج والحصى والحجارة اللي ممكن تكون في الحبوب مثلا الأمح أو العدسة أو اللي ممكن تستبب مخاطر للإنسان حين تناولها أو بنتكلم على المخاطر الكيميائية لأن المخاطر الكيميائية كومن في الاتنين أو بنتكلم على المخاطر البيولوجية اللي هي تشمل وجود الفطريات والكائنات الحية الدقيقة جوة الغذاء فهنا المواصفة ISO 22000 بتستبدل الإنسان بالمادة الغذائية بس طبعا المواصفة 22000 في التطبيق بتاعها بتبقى أصعب بمراحل من تطبيق ISO 45000 لأنها بتتعامل مع أجزاء دقيقة جدا جدا والسكوب بتاعها عالي في المخاطر بتاعتها ودي مبنية على حاجة اسمها الكوديكس حسب أو الهازرد اناليسيز اند كريتيكال كنترول تايمز ده تصبح كلمة الهسب يعني المواصفة ISO 22000 مبنية على الهازرد 9001 plus الهسب نظام الهسب اللي هو هازرد اناليسيز اند كريتيكال كنترول تايمز وتختص بمعالجة المخاطر اللي تتعلق بسلامة الغذاء شكرا مهندس أحمد كيف يتم عمل التدقيق بصورة عملية للآيزو 45000 على فكرة في عندي مواصفة خاصة ازاي نعمل عملية الأودتينج في اسمها مواصفة ISO 19-011 اللي هي أحدث إزار منها برضو 2018 خاصة بالاسلوب الأمثل لإننا أعمل أودتينج على أي نظام إدارة هذه المواصفة عبارة عن جايد لايمز أو عبارة عن إرشادات بتقول لي أن التدقيق دي لازم تكون عملية نسميها added value process لازم تكون عملية زاد قيمة مضافة مش مجرد أن أنا بروح أشوف الشكليات إيه فبيقول لي علشان عملية الأودتينج جديد تكون زاد قيمة مضافة لازم تبص على ثلاث حاجات لازم تبص على ثلاث حاجات الحاجة الأولى هو الأهداف بتاعة العمليات بتتحقق ولا لا يعني أنا بريع process per process process by process أول حاجة الأودتور لازم يقرأ كويس العملية أو المنهجية بتاعة العملية اللي بيراجع عليه ويعرف كويس هو إيه المستهدف إيه الأبجيتف من العملية دي ويكون همه الأول إذا كان الأبجيتف ده بيتحقق ولا لا دي أول معيار تاني معيار هل المستفيد من هذه العملية الكاستمر بتاع هذه العملية مبسوط ولا لا هل الكاستمر بتاع العملية دي مبسوط من المخرجات بتاعتها ولا لا المعيار التالت هل هذه المخرجات بتاعت هذه العملية بتتحسن ولا لا يبقى علشان نعمل عملية مراجعة ويكون عملية المراجعة دي عملية زاد قيمة مضافة لازم أحط نصب عينية التلات معيير دول هو الأهداف بتاعت البروسيس دي بتتحقق ولا لا هل الكاستمر بتاع هذه البروسيس مبسوط ولا لا ومعنى أنه مبسوط على أرض الواقع لازم أنا أشوف إذا كان فيه تواصل مع العميل ده بتاع هذه العملية وبسجل رأيه وإذا كان فيه له شكاوة أو اقتراحات هل بيتم دراستها وتطبيقها ولا لا والرد عليه ولا لا ثالثاً المعيار التالت أنه لازم ألاقي فيه تحسن في هذه المخرجات للعملية وكده ده اختصاراً لأن يكون العملية بتاعة المراجعة عملية زاد قيمة مضافة منتاز مهندس أحمد سؤال التالي من أكبر التحديات التي تواجه إدارة السلامة هو اقتناع صاحب المؤسسة ما هي النصائح التي تعطيها لإقناع صاحب المؤسسة والموظفين لتطبيق إجراءات السلامة؟ لا النصيحة أنا مش هديها لصاحب المؤسسة أنا هديها لصاحب السؤال صاحب السؤال هو اللي معني أنه ينقل لي صاحب المؤسسة أنه إذا لم يتابع هذه التعليمات أو مواصفات التشغيل الآمن فهو الخاسر الأكبر خد بالك أن صاحب العمل دائماً يفهم لغة المال صاحب العمل دائماً يفهم لغة المال ولغة الأرقام أنا هبني نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية هيكلفك مبلغ وقدره طيب إيه العائل علي منه؟ إيه اللي هيرجع لي؟ لازم أنا كمدير سلامة أو مسؤول عن السلامة في المصنع أفهم أو أوصل لصاحب العمل أن دا هيكلفك أضعاف أضعاف لو لم تطبق نظام السلامة علاوة على المسألة القانونية وعلاوة على المسألة قدام ربنا سبحانه وتعالى لأن طبعاً يعني لنا الأسرة والمثل في سيدنا عمر بن الخطاب لما قال لك لو عثرت بغلتهم في العراق لحاسبني الله لما لم أماهد لها الطريق بغلها فما بالك بكيان بشري وإنساني لابد أننا أحرص على أننا حقالوا السلامة بتاعها خل بالك الأوشا متشددة جداً جداً ومستمدة سمعتها الدولية من تشددها في المتابعات وفي تطبيق سياسة السواب والعقاب يعني هم عندهم السيستين بيشجع أصحاب العمل على أن هم يطبقوا متطلبات السيفتي للعملين بتوعهم من خلال أنه يتشدد أوي في منح الملتزمين مكافآت أو يتنازل عن الغرامات البسيطة ويطبق بصرامة شديدة الغرامات المصاحبة لمخالفات مواصفات الأوشا في التطبيق فهنا لابد أن أصحاب العمل يكونوا متماشين مع التطبيق أولاً من وجهة نظر الضمير أو المنهج الإسلامي اللي تركنا سيدنا الرسول الله وهو الحفاظ على النفس البشرية وأمانة هنحسب عليها وحط القول بتاع سيدنا عمر بن الخطاب نصب عينيه وفي ناحية أخرى أن دي أحد المتطلبات القانونية اللي يجب أن نرعي شكراً مونسا أحمد السؤال الأخير كم مرة يجب تقييم المخاطر؟ آه، تقييم المخاطر مش حكاية أن أنا كم مرة إنما مين لي؟ أنا عندي ثلاث حالات لازم أعمل فيها تقييم أو إعادة لتقييم المخاطر لازم أعمل إعادة تقييم المخاطر كلما تغير المانباور بتوعي يعني لو أنا كان عندي العمالة البشرية اللي موجودة عندي كومبيتنت ومتدربة وفهمة زي التشغيل الآمن وبعدين العمالة البشرية دي مشت وثبتني أو عدد كبير منها مشي وثبني أو بالذات الوظائف الحساسة اللي هي فيها مخاطر شديدة لابد أعيد تاني تقييم المخاطر لأن هنا العامل البشري عامل مهم جداً أو سورس من مصادر الخطر ثانياً لازم أعمل إعادة تاني لتقييم المخاطر إلى كلما مر فترة من الزمن لأن بديهي أن المكانة أو السيارة مثلاً على سبيل المثال إلا على الزيره طبعاً بالتأكيد غير السيارة اللي بعد ما تقطع ألف كيلو أو ألفين أو عشر تلاف كيلو أو بعد ثلاث سنين مش كده أو ليه فهنا بالتالي أنا بقيت محتاج أن أنا أعيد تاني عملية تقييم المخاطر يبقى هعمل تقييم المخاطر عند تغير العمالة الماهرة هعمل أتاني إعادة لتقييم المخاطر بعد مرور فترة زمنية مناسبة المكان فيها لما بيتقادم بيبقى هو المكان مصدر من مصادر الخطورة طبعاً جميلنا العربية عزيله غير عربية بعد الثلاث سنين كمان لو إن القانون أهم بقى معيار أعيد في عملية تقييم المخاطر لو القانون بتاع العمل السعودي اللي هو بيحدد فيه الحدود العتبية للتشغيل الآمن نتغير لازم أنا كمان تبعاً لده أعيد منظومة تقييم المخاطر بتاعها لأن أنا مرتبط ده من دون نشروف سياسية السلام وصحة المانية إن أنا مرتبط بتحقيق المتطلبات القانونية والتشريعية فلو إن قانون العمل قال إن درجة الحرارة المسموح بيها العمل مثلاً هي درجة 30 درجة مقوية ورجع بعد كده خفضها إلى 26 أنا بقيت مضطر لأنا أعدل الرسك ماتريكس بتاعي وهكذا لو قال لي إن مستويات الضوضاع كانت 90 ديسبل بقت 85 يبقى أنا مضطر أعدل برضو تقييم المخاطر بتاعتي عشان أتماشى مع القانون يبقى أبرز ثلاث حالات لازم أعيد فيهم عملية تقييم المخاطر هي إذا تغيرت العمالة إذا تغير القانون إذا بعد مرور فترة زمنية من التشغيل بحيث إن إحنا الماكينات بتاعتي بقتمزل من مصادر الفطورة أو إذا المواصفة بتاعتنا دي 45 ألف وواحد دي اتغيرت لو صحيحنا الصبح أو بعد فترة لقينا المواصفة دي اتغيرت بقيت أنا مضطر أعمل تقييم جديد لعملية المخاطر شكرا لك يا مهندس أحمد نعتذر للحضور عن استقبال المزيد من الأسئلة على ضيق الوقت نترككم الآن مع الأستاذ يونس المالك مدير مركز تدريب ختام هذه المحاضرة شكرا جزيلا للمحاضرة الخبير اللواء أحمد بسيوني ورادت عدة طلبات وملاحظات طالبت بحضور دورات متخصصة تحديدا مع المدرب أود الإشادة أن المدرب الخبير أحمد بسيوني هو مدرب معتمد للمركز التدريب سبق أن أقام عدة دورات متخصصة في نظم الإدارة أو في الصحة والسلام المهنية هو طبعا خبير معتمد إضافة إلى ذلك هو كبير مدربين وأيضا محكم لحقائل تدريبية سيكون إن شاء الله إذا الله أعطانا عمر إن شاء الله وعادل عمل المكتبية سيكون إن شاء الله متواجد معنا في الدورات أتمنى من الجميع يتابعون المواقع التواصل لمركز التدريب وإن شاء الله سيكون معنا أبو أبو هاي في المشاهدة أشكر الزمولاء من غرفة التحكم في المحاضرة الزميل عبدالله التركي الزميل بندر الدخيل الزميل مبارك الرشيدي الزميل مشعل الطيار الزميلة عشواقي البلوي شكرا جزيلا لجميع الحضور على التفاعل الإيجابي والمشاركة الفعالة نتطلع رؤيتكم إن شاء الله في البرامج التدريبية المتخصصة بعد عودة العمل في بعض بس الأسئلة كانت على مواقع مركز التدريب مركز التدريب لديه قاعات في الرياض قاعة تدريبية مجهزة في الرياض وفي جدة وفي الدمام كما يمكن لمركز التدريب إقامة الدورات التدريبية في أي منطقة ومناطق المملكة بحسب الطرد شكرا جزيلا للحضور نتمنى أن نرقاكم إن شاء الله في اللقاءة القادمة شكرا جزيلا للحضور شكرا جزيلا للحضور شكرا